ناس معاه وناس ضد الحمد لله من اول يوم من اول يوم تولي مهمة كابتن حسام حسن والجهاز الفني الحمد لله من خلال بلاس تسعين من خلال الحمد لله تواجدي على شاشة قناة النهار كنا دعمين دعمين في حاجات كتيرة جدا لان منتخب مصر كيما كبيرة جدا في القرى احنا ابطال القرى ولما اتكلمنا على الاختيارات في الاول اخر ممكن نختلف جمهير اهلي جمهير زمالك الناس بتختلف مع بعض زمان تحتك كده بتبقى قاعد مع الناس مع اصحابك مع اسرتك بتختلف ده اختار ابراهيم لا مختارش ابراهيم ده محمد ده ترزيجيل مفوط كان لعب كزا وده جماعة شيء طبيعي في القرى يعني شيء طبيعي فالحمد لله من اول تولي كابتن حسام احنا دعمين ليه ليه بقى لان منتخب مصر هو اللي بيفرح الشعب المصر هو اللي بيلم الجمهير هو اللي بيلم القيادات هو اللي بيلم الاعلام الفرحة بتاعت منتخب مصر اه ممكن الناس بتختلف تقولك ده لا ده كان وحش لا ده كان ساي بس انا قبل ما اتكلم في الجزئية دي بالذات تعالوا نبص منتخب مصر كان بيلعب في التوقيت الساعة كام درجة حرارة عالية توقيت الدهر دوت ولا توقيت العصر صعب جدا ممكن الجمهير دايما ممكن يعني ما لعبتش ما احترامي ليها ما لعبوش في الاجواة دي اولا انت بتلعب في درجة حرارة عالية رتوبة اكسجين قليل جدا فطبيعي ان الاداء هتلاقيه متغير لان معظم اللاعبة مع احترامي سواء اللاعبة المحترفة او اللاعبة حتى اللي في الدور المصري هتلاقي معظم الوقت بيلعبوا بالليل او اللاعبة المحترفة بتلعب مثلا في اوروبا مثلا سواء في تركيا او محمد صاح مثلا في انجلترا فهتلاقي الاجواق مختلفة فطبيعي الاكسجين بتاعك طريقة الجاري طبيعة الحركة بتاعتك بتحاول على قد ما تقدر تشعب مياه كتير فطبيعي الاداء ممكن يبقى مختلف بس الهم حاجة بالنسبة لنا ودي الفترة اللي انا حابب ان انا كمان ابارك لكابتن حسام والجهاز الفني ولللعيبة ان احنا الحمد لله خرجنا بمكاسب تكسبت المباراة بركي نفسه الاولانية عملت المباراة كبيرة وكانت مميزة كان فيه اخطاء بعد كده المباراة مباراة غينيا بيساو اتعدلت اتعدلت طبعا بهدف محمد صلاح واللي حابب ان انا اتكلم علي وديله حق ويمكن حتى الحمد لله من خلال برنامجنا هنا كان فيه كلام كتير جدا على محمد صلاح وانتقدنا والكلام دوت وكان الكلام ده يا جماعة في الكورة عادي مفيش لعيب في العالم ما فوق النقد ولما اتكلمنا حتى الناس كانت بتتكلم تقولك بتنتقد يا جماعة والله كل لعيبت الكورة بتنتقد عادي عرفتوا بقى لما كنت بتكلم على محمد محمد صلاح كنتوا اللي هو افضل لاعب او افضل من ثلاث لعيبة لاربع لعيبة في العالم كله هو ده محمد صلاح اللي احنا عارفين ايه الفرق ما بين محمد صلاح وبين لعيب ما احترامي في الدور المصري او بيحترف في تركيا فرق ثقافة وفرق خبرات وفرق معاملات وفرق شفت بقى قيمة محمد صلاح تلاقي الدنيا مطلق بقاتها تلاقي الدنيا مش مظبوطة بكورة بيخلص لك الماتش وكان ممكن عباكرا يكسب المنتخب وكان الفرصة اللي جات له كان ممكن المنتخب مصر يطلع كاسباء في الاول الاخر ضيع ايدي مشكلة عشان فيه ناس بتتكلم ان هو كان مفهود يلعبها مش عافل يزيزو لا يا جماعة هو دايما المهاجم في الحتة دي بالذات جوة التمنتاشة كان بتقلنا كده لازم تبقى اناني فطبيعي كورة جات له ممكن تصرف بتاعه كان خطأ شوية بس عادي عادي ضيع المشكلة ما لعبت العالم كلها بتضيع وافضل لعبة في العالم ومحمد صلاح من ضمن افضل لعبة في العالم فطبيعي المشكلة ما يضيع بس خلص لك الماتش بدل ما كنت خسران اتعدلت خرجت بنتيجة ايجابية انا بعتبرها النتيجة ايجابية عشان كده دايما لما كنت بتكلم على محمد صلاح كابتن الانتخب واحسن من احسن تلت لعبة في العالم هو اللي يصنع الفارق هو اللي بيدي سيقة للاعبته حتى شفته حتى وهو بيتعامل مع اللعبة كان بينزل نص الملعب بيتعامل بيتحرك مع عزيزو بيتحرك مع اللعبة بيتحرك نحية عندي ترزيجيه بيختارك تحس ان هو كمالي المكان يعني حتى لو اللعبة كانت في حالتها اعتقد ان الشوت التاني كلنا اتفرجنا الشوت التاني كان افضل افضل من حيث الروح من حيث الاداء من حيث حتى سرعة الحركة وده اللي احنا بنتكلم عليه طبعا خروج مصطفى محمد للاصابة طبعا بتمناله الشفاء لان برضو خروجه اثر مع طبعا تغيير الكابتن حسام اللي انا مختلف معاه فيها يعني المفهود ان كان عندك محمد شريف كان المفهود هو اللي ينزل طبيعي اولا خبرات سرعة الحركة معرفش وجهة نظر كابتن حسام هل كابتن حسام كان بيعتمد مثلا على ان الموضوع العرضيات رغم ان انت كان عندك الاطراف كان محمد هاني معرفش يعني محمد هاني عليها علم تستفاه يعني مش ده محمد هاني يعني حتى لما زيزو لعب الشوت التاني في المكان ده ظهر بشكل كويس بصراحة يعني زيزو الشوت لولاني ادأ ما شوفناهوش الشوت التاني لما كابتن حسام غير التغييرات بتاعته مع نزول امام عشور اللي دايما بتكلم فيها امام عشور من اللعيبة المميزة نزل حرقلك الدني نزل خلالك نص الملعب يمسك كورة لعبك تسديد في تسديدها ليه جات من فوق العرضة هي الحاجات دي يا جماعة اللي بتدي للعيبة ثقة طبعا زيزو لما لعب باكرايت انا ممكن اعتقد ان ده اكتشاف لكابتن حسام انت عندك مشكلة في الباكرايت خصوصا كمان مع اداء محمد هاني في الفترة الاخيرة ان مستوى قليل جدا في الفترة الاخيرة مع المنتخب وحتى مشاركاته مع الاهلي في الفترة الاخيرة برضو كان المستوى اللي احنا مش متعقدين عليه في عندك عمر كمال عبد الواحد في حاجات كتيرة جدا مكاسب انت كسبتها ناصر ماهر لما نزل والحمد لله دايما الواحد اتكلم على ناصر ماهر حتى في البداية ان هو اضافة لمنتخب مصر يعني ابراهيم عادل فيه لعيبة هتبتدي تظهر هو ده اللي احنا عايزينه عايزين لعيبة نشوف لعيبة مختلفة في منتخب مصر تظهر تبقى موجودة هو ده اللي احنا عايزينه عشان يبقى حتى اللعيب يبقى فيه منافسة حتى فيه عمر جابر وتكلمنا على عمر جابر وتكلمنا على دونجا ان فيه لعيبة كانت مفود تنضام اعتقد ان بعد النتيجة دي والنتيج اللي عملها كابتن حسام والجهاز الفني واللعيبة اعتقد ان الفترة خلاص انت عندك وقت اعتقد ان انت لحد لسه شهر ثلاثة اللي جاي قدامك بتحوالي سبع شهور ولا تمن شهور تقدر تستعد كويس اكيد فيه عناصر تانية هتقدر ترجع واعتقد ان الدغوطات اللي كانت موجودة على كابتن حسام في الفترة الاخيرة انا بقولها له اعتقد يا كابتن حسام خلاص الدغوطات كده رأحت من عليك خلاص اتسحبت زي ما بيتال كده مش محتاجين ان احنا نثبت خلاص احنا قريبين لكاس العالم نفسينا تاني نشوف الجماهير نازلة في الشارع نفسينا نشوف كده الجماهير موجودة الناس بتحتفل بوصلنا كاس عالم نفسينا اللعيبة دي تفرح الشعب المصري بكاس عالم وان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية اللي بعديها الحصول على كاس الأمم الأفريقية هي دي الأهم دي الأهم اللي هتخلي الناس تاني ترجع تاني تبقى شكلها كويس مفيش فرق ما بين أهلاوي ما بين زمالكاوي هتلاقي الأمور ماشية كويس هتلاقي حتى الدغوطات اللي على الجهاز الفني قلت وانا عشان كده انا بناشد من خلال برنامجي او من خلال التوجود على شاشة قناة النهار في بلاس تسعين اتمنى ان الناس تهدأ يعني حتى الجمهور هجماعة الجمهور مفيش حاجة اسمها ده أهلي وسده عشر أهلي وعشر زمالك وسده عشر اسماعيلي هجماعة ده منتخب مصر والله يصيبوا الانتماءات على جنب شوي ولما بنيجي نتكلم على لعيب بنتكلم على لعيب منتخب مصر لما لناش داخل احنا بأهل وزمالك احنا بنتكلم على لعيبة لعيبة منتخب مصر اسموهم لعيبة منتخب مصر لما بيتقال مثلا الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لما بيتقال امام عشور بيتقال امام عشور لعب منتخب مصر محمد صلاح لاعب منتخب مصر تريزيجي لاعب منتخب مصر تحت مسامة لاعب منتخب مصر مفيش بقى استده بيجامل الاهلي واستده بيجامل الزمالك يا ريت والله المنتخب يبقى كله اهلي ويا ريت المنتخب كله يبقى زمالك احنا عايزين اهم حاجة ان الهيبة بتاعة منتخب مصر اللي احنا عيشنا عليها حتى قبل الجيل بتاعنا الجيل الاديم اللي هو منهم كابتن حسام وكابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاتة وكابتن فاروق جعفر والاسماء اللي هي اللي عمل التاريخ في الكرة المصرية نفسينا نشوف الجيل ده برضو ياخد بطولة نفسينا نشوف الجيل ده ياخد كاس الأمم الأفريقية فأعتقد ان كابتون حسام وبيوجه له الإرسالة هدوء كابتون حسام أنا عارف ان انت عندك انا تعملت معاك شخصيا سواء كلعيب او حتى في المنتخب او حتى كمنافس انت بتحب المكسب وده حاجة تحتارة مجمعها حتى في بعض الكباتن او بعد الناس تقولك يا جماعة هو مش موضوع روح بس يا جماعة والله هو المنتخب حاليا محتاج الروح المنتخب حاليا محتاج قائد محتاج اسم عشان اللعيبة حتى تحاول يعني تخرج من الحتة اللي هو زي ما بتقال كده كان فيه إحباط في فترة كده زي ما بتقال سخط جماهيري اعلام لعيبة بتتهاجم وده شي طبيعي هي دي الكورة فعشان كده أنا بقول لي كابتون حسام وعجبني الحالة اللي ما بينه وما بين اللعيبة عجبني الحالة والله اللي ما بينه باللعيب زي ما الكلام بتقالك أصل محمد صلاح رفض يخرج من التبديل يا جماعة والله العظيم في الكورة دايما المدير الفني بيبقى قريب للعيب وخصوصا كمان لو كان نجم يعني ده طبيعي ان المدير الفني بيروح يسأل وخصوصا لو عندك نجم يسألك يسألك كان بتعمل معنا كده والله واسماءه كان أبو تريكا وجمعة كان كابتن حسن شحاته كان بيجي يسألنا يقولينا انتا كويس فطبيعي ده طبيعي المدير الفني لازم يقفيه لينك ما بينه وما بين اللاعب ما بينه ومن النجوم بتاعته وهي دي الحالة الحلوة جدا اللي ما بين كابتن حسام انه هو ابتدى يقرب الدنيا انا عارف انه ممكن عليه بعض الدغوطات اللي موجودة من ناحية الاعلامية ومن ناحية بعض الاشخاص بس في الاول اخر عنده ناس كثيرة جدا بتدعمه في ناس كثيرة جدا حابة انه تنجح وانا واحد من الناس بقولك اهو والتهى قبل كده من البداية انا بتمنى ان التجربة كابتن حسام تنجح ومبسوط بالحالة اللي موجودة ما بين كابتن حسام واللعبة اعتقد ان بعد الاداء اللي هو المكاسب اللي احنا كسبناها في الفترة الاخيرة اعتقد ان كابتن حسام هيبقى اهدى كابتن ابراهيم حسن هيبقى اهدى وانا يمكن حابب برضو اوجه الرسالة لكابتن ابراهيم اه كابتن ابراهيم دايما هو جماعة هو فيه طبيعة كده بيبقى حماس شوي فطبيعي ممكن يتقال مثلا اه تصريح مثلا او كلام فاطل عرود كابتن ابراهيم اه هو من الشخصية دي ما بيعابش يسكت زي ما بيتقال يعني بس ده حلو مش وحش بيحاول على قد يقدر برضو مهو نجم وكابتن حسام نجم ومحمد صلاح نجم صحر اللعيبة كلها اللي موجودة فيه اسماع كبيرة جدا النجوم فطبيعي ان انا بحاول على قد ما قدر ان انا رد يا كابتن ابراهيم اه هدوء شوي هدوء ممكن اعارف انه ممكن كلام كتير جدا بيتقال فبيزعالكو صدقني والله يا كابتن ابراهيم الكلام اللي بيتقال ده على الجهاز الفني او اللعيبة مش هيزكت او حتى لو انا اللي بتكلم حتى انا بجيبها في شخص لشان برضو فيه ناس بتزعل يعني لو انا اللي بتكلم الكلام حتى اللي انا بقوله مفيش مش حدك مش تقدر تسكتني غير لما يبقى الاداء بتاع المنتخب كويس مش حدك مش تقدر تسكتني ان انا تكبرني ان انا اتكلم على المنتخب بشكل كويس غير بالاداء غير بالروح غير بالوصول كاس عالم غير بالحصول على كاس الامم الافريقية وعندك الوقت وعندك وقت كبير جدا تقدر تشوف اللعيبة واعتقد الحالة اللي موجودة في الفترة الاخيرة ما بين اللعيبة بمن بعد ومع حضرتك ومع كابتن حسابه مع الجهاز الفني حالو حاجة جميلة كنا مفتقدينها بصراحة فاتمنى ان كابتن ابراهيم مش كل حد مش ابراهيم النارده تليع تكلم فتطلع ترد عليك كده انت ايه هتبتدي كل يعني الشغل بتاعك هيبقى الرد على التصريحات انت اخارك ممكن التصريح اللي حداك بيتقوله يزعل منك ناس لان مش كل الناس معاك ومش كل الناس مع كابتن حساب فاتمنى ان الحالة دي تبقى كويسة انا بقولك يا كابتن ابراهيم وانتوا ليكوا خبرات انت وكابتن حساب وانتوا تعاملتوا مع كابتن محمود الجاهري وتعاملتوا مع اسماء كبيرة جدا بصراحة انت عارف لما اللاعب بيبقى ورايب للجهاز الفني اللاعب نفسه بيموت نفسه بيموت نفسه بيقاتل لحد اخر لحظة ليه بقى؟ لان انا بحب المدير الفني بتاعي طول ما اللاعبة بتحبك وطول الملعبة ما حاسة ان فيه ان فيه عدل وان انا ما بكتهت وان انا ببقى كويس في الملعب وبتمرن كويس او متقلق وبشارك صدقني اللاعبة دي كلها هتلاهم كلهم في ظهرك هتلاقي اللاعبة كلها دي حواليك بتمنى التوفيل للجهاز الفني بتمنى ان ان شاء الله بإذن الله الفترة دي خلاص عدت الدغوطات اللي كانت موجودة على الجهاز الفني عودة محمد صلاح والرد على على كل الكلام اللي اتقال في الفترة الاخيرة هو ده محمد صلاح اللي احنا عايزينه عايزين محمد صلاح اللي يصنع الفارق مع المنتخد عايزين محمد صلاح اللي فعلا وانا انا اقول لكم بصراحة انا مش مستني محمد صلاح ان نقصد كاسعالم لانه وصلنا كاسعالم قبل كده هو وتريزيجي والمجموعة كلها انا عايز محمد صلاح وهفضل دايما اقوله ان باذن الله باذن لمحمد صلاح قادر ان هو المرحلة اللي جاية اهداءه للشعب المصري ولجمهير الكرة المصرية هو والجهاز الفني واللاعيبة كاس الأمم الافريقية ان شاء الله باذن الله هنوصل كاسعالم بالدعم الجماهيري بالدعم الاعلامي كل ده هيحصل باذن الله بتكاتف اللعبة بالرجالة اللي موجودة دي مفيش فرق ما بين اهله والزمال كاو في عناصر انضمت ان شاء الله باذن الله يبقى ليهم دور واعتقد ان المساحة موجودة ان يقدر يختار صح ويقدر يعمل تشكيلة كويسة باذن الله لحلم الوصول لكاس العالم وباذن الله باذن الله منتظر محمد صلاح هو والجهاز الفني واللاعيبة وهو شايل كاس الامم الافريقية باذن الله في المرحلة اللي جاي ده كان كلام بس مجرد كلام على على المنتخب مصر ان هو كان شاغل يعني اليومين اللي فاتوا دول يعني فحبيت ان انا اتكلم عليه اه في نقطة مهمة بقى انا حابب اتكلم عليه وهو اولا الحمد لله الاختلاف في الرأي اللي يفسد في الود قضية زي ما بيتقال يعني فالحمد لله دايما الواحد لما بيتكلم من اول يوم والله انا موجود هنا في شاشة قناة النهار وبتشرف ما بيتكلمش غير كورة يعني الحمد لله عمري ما دخلت في حياة شخصية ولا دخلت اتكلمت مثلا ولا جبت اخبار مثلا على اللعيب خرج ولا لعيب عنده مشكلة ولا ولا مشاكل ما بينه بين الجهاز ولا ولا كورة ولما بجأ قيم حد او بتكلم فني فبتكلم بطبيعتي بتكلم بالطبيعة بتاعتي الحمد لله عندي عندي الامكانية وعند الخبرات ولعبت مع عندي كبيرة في النادي الاهلي وحصلت على بطولات مع منتخب مص احترفت برا فالحمد لله ما بجأتكلم انا ما فيش حاجة ما بيني ما بين حد شخصية انا معظم الجيل مع احترام الجيل ده يعني عمرهم ما تعامله معايا ولا تعاملته معايا ولا حتى اتقابلنا فلما بجأتكلم انا عايز اللعيب يبقى كويس وخصوصا لما بلاقي اللعيب عنده الموهبة يقدر ان هو يتطور ويقدر ان يبقى افضل من كده بتكلم فبتكلم بالطبيعة بتاعت انا ما فيش تصفيت حسابات معاحد والحمد لله يعني حتى يمكن انا ساعد يبقى علي هجوم غير طبيعي ورسائل على التليفون وعلى المسج على انستجرام وعلى تويتر وعلى فيسبوك والله ما بازعل لان دي كورة في الاول اخر هي كورة مهما اتكلم حضرتك انا بتكلم بوجة نظري بتكلم برؤيتي بتكلم برؤية الفنية اللي هي اللي هي الطبيعة اللعيب يبقى يعمل ايه اللعيب مفهود تتعامل معاه ازاي مفهود اللعيب يشتغل ازاي مفهود ان اللعيب ازاي يتقلق ازاي يبقى كويس ازاي يبقى لعيب منتخب مص ازاي يتقلق معنا دي فده شي طبيعي انا ما خرقتش برا كورة خالص والناس بتنتقدني ونزعلنا مني كتير جدا بس في الاول اخر حضرتك ليجوا وجهة نظرك وفيه ناس كتيرة جدا ممكن بتتفق معايا وفيه ناس بتختلف معايا وده شي طبيعي لو الكل متفق معايا انا مش هنجح ولو الكل مختلف معايا برضو مش هبقى موجود فطبيعي هي دي الكرة وخصوصا كمان دلوقتي اني بقى فيه حرية حرية تعبير طالما الحمد لله ان انا ما بخرجش برا الاطار الكرة حدقك ممكن تزعم مني بس طالما ان انا بتكلم كفن فني لعيب نفسه جوه الملعب فده ما يزعلش ما الناس كلها بتتكلم وكل القناعات بتتكلم وكل الكباتن بتاعتي وكل المزعين المحترمين وكل المقدمين الاعلام بيتكلموا في الكرة ما احترامي ما فيه ناس ما لعبتش كرة وبتطلع تتكلم عادي حد انا عمري مثلا علقت على حد اللي ما ينفعش تقول كده كل واحد ليه الرؤية الفنية فيه محللين اداء فيه محلل رياضي فيه مقدم برنامج بيحب يطلع يتكلم فني طب لما انا بقى ابراهيم سعيد الحمد لله اللي هو لعيب اهلي ولعيب منتخب مصر واحترفت برا واخد بطولات مع المنتخب واخد بطولات مع النادي الاهلي هل ما يحقش ليه ان انا اتكلم ما يحقش ليه تماما احترامي ما كل الناس بتتكلم يا جماعة يعني ابراهيم ليه دايما لما بتكلم في حاجة وبتكلم الحمد لله انا بتكلم في اطار كورة بتكلم في اطار الفني نفسه اللي هو جوه الملعب جوه المستطيل الأخضر والحمد لله كان ليه ده يعني كلام يعني كلمت على كابتن حسين محمد صلاح او كابتن محمد صلاح احسن لعيب في العالم اتكلمت عليه عادي كابتن حسام كلمت عليه الشناوي كلمت عليه مصطفى شبير كلمت عليه من تاني افشا واتكلمت قلت قبل كده افشا زعل مني وكلمني وانحب ان هو يعمل وجهة نظره من تاني يوم متكلم عليه ووضحت وجهة نظره طاير محمد طاير كلمت عليه مودست كلمت عليه حسين الشحات والله عمر ما حد زعل مني حتى لو في حد بيتكلم ولا حاجة او بتكلم على حد دايما الحمد لله بقول من خلال تواجده بلاس تسعين عشان شخص قناة النهار يا جماعة اللي عايز يعمل مداخلة او عايز ينورني في البرنامج اهلا وسهلا بيه ليك حق الرد واحتاقد ان اللعيبة اللي انا بتكلم عليها او اي مسئول بتكلم عليه حضرتك تعف توصل لقناة النهار اللعيبة تعف توصل لقناة النهار الجهاز الفني اي جهاز فني يقدر يوصل لقناة النهار تقدر تعمل مدخلة انا عمري ما منعت مدخلة اللي عايز يوصل وجهة نظره اهلا وسهلا بيه برنامجنا مفتوح الحمد لله الديوف اللي بيجونا انا بسأل السؤال وبسيبه يقول وجهة نظره انا بقولوش ما بودوش في اتجاه انا بقى مجرد ان انا بسأل لان انا دايما بحب لما حد بيجي يعمل لقاء مثلا برنامج تلفزيوني معايا بحب يسألني ويديني المساحة عشان اعرف ارد مهما ينفعش ان انا اسألك وعد زي ما بتاك كده ازن عليك ازن عليك وقطعك الحمد لله من خلال تواجدنا هنا بسيب الضيف يتكلمه وياخد راحته وبياخد وقته وبيوصل وجهة نظره لاختلافنا وحتى دايما الديوف اللي تقوم معايا ببقى مبسوط لان هما لعيبة كورة يعني كابتن كابتن واي الاباني كابتن واي الاباني ساعات بيقعد يرد علي شفتوني برد بسيبه وبدوله المساحة بتاع وساعات بيقول كلام داخلي كده ما بينه السطور ما بتكلمش خلاص وجهة نظره وله هو عايز يعلق حاجة بديله وجهة نظره ان الكلب والناس بتقعد تنازل كوميكس وتنازل دا واي الاباني خبط في ابراهيم واحرج ابراهيم ايه المشكلة ما هو طبيعة يعني ساح مش داخلين خنائها احمد عادل كان بليها شريف حازم كابتن احمد صديق يعني الحمد لله الواحد لما بيجي يتكلم مع اللعبة بديله المساحة بتاعته اتكلم قول وجهة نظرك عندك الكاميرا وعندك الشاشة وصل رسالتك زي ما انت عايز عايز تدفع عن نديك عايز تتكلم عن نفسك عايز تتكلم على الخطة عايز تتكلم على لعيب انا عمري مثلا حد تتكلم على لعيب وقطعته بديك المساحة تتكلم زي ما انت عايز فالحمد لله الواحد بيحترم اه توجودي هنا في شاشة قناة النهار وبحترم المسؤولين وبحترم الادارة والحمد لله كان عندهم ثقة كبيرة جدا في إبراهيم سعيد والحمد لله كنت على قد الثقة وكنت على عنده حسن الظن وانا بقى وعدكم ان اكيد الفتر اللي جاي بقى فيه فيه تغييرات ده شيء طبيعي يعني الحياة بتتغير ودايما لازم الواحد يتعامل مع عقلية المشاهد ودايما الحمد لله دايما كلامي هنا هو المصدقية بتعامل مع الناس والله وانا بتعامل معكم كاني قاعد مع أسرتي وقاعد مع عائلتي وقاعد مع صحابي فبتكلم عادي ممكن بعض الكلام يطلع بطريقة مختلفة شايفة ممكن تزعل بس والله مش مقصودة لان انا بتكلم بالطبيعة بتاعتي انا مفيش ورقة او قلم مثلا كاتبها مثلا فبقرة منها فبتكلم اللي جواي الكلام من قلب يوصل للقلب فالحمد لله حتى يعني الناس كثير جدا تقولك انت بتهاجم نادي الزمالك كبه جماعة هو ليه دايما الناس بتروح للحتة الوحشة طب مين اللي تكلم على جميز الحمد لله الحمد لله من قبل اول واحد في الاعلام يشيد بمستر جميز هو كان ابراهيم سعيد من قبل الكونفدرالية ومن قبل اي حاجة ومن قبل البطولات ومن قبل حتى الشكل ان يظهر بشكل كويس الحمد لله من اول ماتش اللي اسماعيلي وهو على الخط قلتوله قلت ان المدير الفني ده مدير فني كويس جدا قالوا ليه احنا الحقنا احنا شفناه بطلما جماعة كان معايا كابتن واي القباني حتى كان اتكلم ان هو قال لسه ليه وقته وانا عادر اقيمه بعدها انا قلت له وانا قاعد قلت له يا كابتن المدير الفني ده كويس والحمد لله سبحان الله جي معا الوقت ظهر ابتده يبقى كويس وليه شخصيته ابتده ليه رؤية فنية ابتده يعف يتعامل مع اللعيبة اكتشف لعيبة مين اتكلم على ناصر ما الحمد لله انا مين اتكلم على محمد شحاته اللي هو انضم المنتخب الولومبي قلت لا ان المفروض ان المكان بتاعه يبقى موجود في منتخب مصر الحمد لله كله دلوقتي بيتكلم على شحاته ان هو ينضم المنتخب مصر مين اللي كان اتكلم على دونجا وعمر جابر الحمد لله انا المفروض ان ينضم المنتخب يعني الحمد لله الواحد لما بيتكلم بيتكلم على حاجة الحمد لله كله بيتكلم بعدية وده مش عيبة جماعة والله يا الحمد لله الواحد ليه رؤية انا مش بقول كلامه خلاص يعني مجلس الادارة مجلس ادارة نادي الزمالك لما كان فيه الكلام الكتير جدا على الوقف القيد والكلام ده انا واحد من الناس وانا موجود قلت ان الناس ده اللي يكون فعونها وفي الاخر هي مشاكل انت داخل في مكان عندك مشاكل ادارية طبيعي ان انت هتحل وحله وقشدنا بالموضوع ده انا مفيش مشاكل ما بين حد بتكلم على الموضوع اللي هو من الاخر اللعيبة التعامل مع اللعيبة التعامل ازاي ان انت تحل مشاكلك الحاجة جوه الملعب ازاي تحلها ادي الامكانيات للجهاز الفني ولللعيبة ووفر لهم الامكانيات عشان تبقى كويس الحمد لله كل ده احنا قلناه علاقة اللعيبة قلنا مع بعض ان علاقة ازاي مع بعض ان اللعيبة كانت مع بعض عشان توصل انت تاخد الكونفادرية الحمد لله ما كل ده قلناه انا محبش تبرير كتير لان انا قلت حاجات لحد الناس كلها دلوقتي بتتكلم عليها مين اللي تكلم على شحاته مين اشهد بشحاته الحمد لله الحمد لله من عند ربنا ابرهيم سعيد اول واحد اتكلم قلت شحاته هو المستقبل بتاع الكورة المصرية في اللي جايه ومستقبل لنادي الزمالي الحمد لله كله دلوقتي بيطالب ان شحاته يبقى موجود في منتخب مصر وانا بقول لكم الولد اللعيب كويسا دونجا لازم يرجع عمر جابر لازم يرجع فتوح بتمنى ان الاصابات بتاعته كتير دي ما تعطلوش عايزينه يرجع المكان بتاعه مفتقدينه عنده فرصة يعمل تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر وخصوصا كمان الاسماء اللي كانت موجودة في المكان ده كان كابتن سيد معود كان رحمة الله عليه كابتن محمد عبدالوهاب كان محمد عمارة انت بتتكلم في اسماء كانت في المكان ده عمل التاريخ عندك فرصة فتوح تعمل تاريخ التقلق طبعا زيزو لما تكلمنا على زيزو قلنا زيزو عايزة شوف الفارق وعمل الفارق الشوت التاني لما نزل لما اشتغل كويس وتحرك ووقف صحه وبيتحرك وبيعدي وبيوقف وبيسلم صحه وبيتحرك صحه وبقى يخدم على محمد صلاح وبيشتغل مع محمد صلاح اشتبه اذا انه عنده الامكانات يعني هو عنده الامكانيات هو ده بقى كده اللي يتقال وعنده اكتر من كده وانا قلتها في البداية الحلقة ان المكان ده اكتشاف على فكرة انا والله العظيم واحد انا كنت بقى لعب مهاجم يعني طبيعتي في البداية مهاجم يعني حتى لو كابتن حسان مثلا في وقت فكر انه هو يلعبه في المكان ده فده ده حاجة نجحة ده على فكرة ده يعني بالنسبة لي مكسب انه هو يلعب في المكان ده ويتقالك ده مكسب للمنتخب لو جيت في وقت في مباريات مثلا وان شاء الله بيزنى لانو سكس عالم وكس الامم الافريقية لو عندك مشكلة في الحطة دي يقدر كابتن حسام يقدر يستعين بيه وقدها بشكل كويس ما هو ده اللي هبنتكلم ما النجم هو اللي بيعمل الفارق النجم هو تلوقتي اللي انت بتحتاجه يلعب في نص الملعب هتلاقيه هيلعب في الطرف تلاقيه يلعب تحت المهاجمين تلاقيه يلعب رقم عشرة بالمسميات الجديدة لو حتاكتوا يلعب باكليفت هتلاقيه فهو ده اللي بنتكلم ما اللي النجمية دي سهلة انت عشان توصل للنجمية دي بقى انت تبقى يقدل اسم نتمنى ان زيزو يستمر اعتقد ان تواجده في المكان ده اداله سيقة تاني عايزين بقى نشوف زيزو في الفترة اللي جاية اللي هو اللي من الاخر اللي في اللي بيعمل الفارق مع نادة الزمالك وشغال كويس وبيسدد وبيشوت وبيعد وبيعمل الكروس بتاعه هو ده الطبيعي يعني انا عشان بس الناس دايما بتقول ايه الناس بتقول متحامل طب جمعة رجعوا الحلقات بتاعتي ورجعوا الكلام بتاعها هتلاقى الامور عادي زي ما بتكلم على حد النهاردة بشيتش بي او بنقوده مثلا كلام كورة لما يبقى كويس بدلوا كلام كورة بدلوا كلام كورة حسين الشحات والله جي في وقت يعني مسكتوا في وقت كان كتير قوي بالبلدي كده باللغة العربية بتاع ايدنا اتفرم انتقاد طاهر محمد طاهر عبد المنعم يعني الناس بتقول لك استوى ما اتكلمش على حد طب عبننعم لما جي لما عبننعم جي في وقت كانت الامور مش ماشية معاه مش انا طلعت هنا انتقادت وطلعت اتكلمت عليه وقلت له ان انت كده السقة الزايدة دي والمشاكل انت بتخرجك برا الاداء بتاعك عايتي محدش زعل مستر كولر لما جيت في وقت فاكريني الوقت لما كان بيحصل بيتقال ان هو جايله قبل كاس على منديل اوه كان عايز يمشي انا اول واحد طلعت هنا وقلت ان مستر كولر مش مركز وشكله عايز يمشي ما شفتش والله حد من النادي الاهلي مثلا محمد الشناوي لما في الفترة الاخيرة لما اتكلمت وقلت ان مصطفى شبير هو الاحق ان يلعب محمد الشناوي زعل مني مصطفى شبير زعل مني يعني هل كده مثلا انا جيت على الاهلي انا الحمد لله ما بقولش اخبار ولا بتعنشرت اخبار انا بقول كلام كورة بنطاقت كورة بتكلم كلام واقعي كلام من الاخر عشت جوه الملعب ازاي ان اللعيب يتأثر نفسيا ازاي اللعيب يرجع تاني المستويب بشكل افضل ازاي المدرب يتعامل مع اللعيبة كل ده انا الحمد لله بتكلم فيه الحاجات الداخلية اللي جوه الملعب انا دي عشتها لان انا في الاول اخر انا عشت احساس اللعيبة بس كل التقدير والاحترام للجميع انا الحمد لله باحترم الكل وبقدر الكل والحمد لله كل التقدير والاحترام برضو لشاشة قناة النار اللي هي سمحتلي ان انا بقى متواجد في البرنامج والحمد لله عامل صادة وعمل يعني مسمع مع الناس وعمل ليه صادة كبير جدا اعلامي واعتقد ان بشكل مختلف بشكل مختلف لان في الاول اخر اكيد انا مش طالع مجرد بس ان انا بتكلم مخلص السنة وجلها جماعة انا مش محتاجت رند والتهب لكده الحمد لله عندي تاريخي وعندي اسمي وعندي جماهريتي وعندي شعبيتي والحمد لله مثلت اكبر الاندية مثلت اكبر نادي في افريكا وهو النادي الاهلي حصلت على بطولات مثلت منتخب مصر واخد بطولات مع منتخب احترفت في انجلترا اول لعب مصري فالحمد لله متشبع متشبع النجومية متشبع الشعبية زي ما بتعنا الحمد لله ليها الناس بتاعتي ليها جماهيري برضو انا ما بحبش اتكلم في الحد ادي بس الحمد لله الواحد بيشوفها ليها متابعيني وليها ناس بتحبيني فالحمد لله انا بقدر كل زي ما بحترم الناس اللي بتحبيني برضو حتى الناس اللي ضد اي بحترمها ومفيش مشكلة مبييني وبين اي حد و account الناس لما بتيجي تتكلم في الصفحات وبتهجمني وساعد في الكومنت مثلا عندي على الصفحات بخش اهزر معاهم انا طبيعتي ما بزعلش من النقد النقد بيخليني اتطور وتعلم مفيش حد بيتعلم لو تلاحظوا كده يعني انا حتى لما روحت مباراة التراجي اتليني ما نزلتش ان انا رايح صعب ما قلتش ان انا رايح المباراة خالي ولا حد كان يعرف ولا نزلت ولا لانا مليش في الحاجات دي خالص لان دايما الحمد لله عندي ثقاف ربنا سبحانه وتعالى وعندي ثقاف نفسي مش من نوعية اللي بتعمل شو يعني حد كان عارف مثلا ان انا رايح مباراة الاهلي مثلا انه بتراجي ما حدش كان عارف كان مبعوت لي دعوة من النادي الاهلي لما روحت اخر حفلة للنادي الاهلي مشروع القرن القلع الحمراء هل حد عارف ان انا كنت رايح انا مش بتاع شو كفاية تقدير النادي الاهلي هو النادي الاهلي قدرني وبعاتلي مش لازم بقى نزل ستوري مثلا وانزل صفقة الصورة وانزل واقول ان انا رايح ومش محتاجها الحمد لله الحمد لله الواحد واثق في نفسه واثق في ربنا سبحانه وتعالى فالحمد لله مش محتاج كده انا بطالع معاكوا بشكل ممكن يكون مختلف شوية بشكل واقعي بشكل تعبير قاروي باحترم المشاهد باحترم المتابعين بتوعي في الاول اخر كل التقدير والاحترام والنقد دايما انا بالنسبة لي بيعليني يعني النقد بيعلمني بتعلم بشوف ايه الاخطاء بشوف ايه المواقف اللي انا مثلا عملته بشوف ايه المواقف اللي انا قلتها غلط ايه المواقف اللي انا مثلا قيمتها غلط فكل طبيعي الزمن بيعلمك والحياة بتعلمك والحمد لله أنا في خلال توجوده هنا في خمس شهور في ناس مع احترامي موجودة بقالها خمستاشر سنة في الإعلام طبيعي هتليهم غلطوا وبعد كده تتعلموا وبعد كده ابتدوا يشوفوا وجهات النظر وطوروا من نفسهم وأنا بوعدكم إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية بعد العيد إن شاء الله تعالى كل ساهم طيبين وأتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون عيد سعيد على الشعب المصري على الأمة العربية والأمة الإسلامية جميعا وبإذن الله بعد العيد بإذن الله تعالى تشوفوا موضوع مختلف بلاس تسعيد بشكل مختلف بمحتوى مختلف بأفكار مختلفة ده اللي احنا بنوعادكم به وده كان كلامي بس مجرد يعني توضيح لكل متابعيني وكل مشاهدي شاشة قناة النهار في بلاس تسعيد مع أبراهيم سعيد إن شاء الله بإذن الله تكون عند حسن الظن وتشوفوا في الفترة اللي جاية مواضيع مختلفة وتستمتعوا بيها معا نروح لفاصل وانتظرونا في فقرة مستر كولر متمسك بتعاقد مع كانوتي مهاجم منتخب بوركينا فاس يعني بصراحة النادي الأهلي محتاج في الفترة اللي جاية لعيبها لعلى مستوى مستر كولر اتكلم مع كابتا محمود الخطيف في التعاقد معاه ومتمسك به إنه هو يقنعه إنه هو يبقى مع النادي الأهلي أولا يعني أعتقد النادي الأهلي في الفترة اللي جاية الملف ده ملفه مهم جدا ليه بقى تموح جماهير النادي الأهلي وتموح مجلس الإدارة وتموح الجهاز الفني رايح في مكانة مختلفة شوية تدلوقتي ما شاء الله يعني بطل القرى 12 مرة الاسم ما شاء الله بيتردد بشكل كبير جدا الجماهير فرحانة في نشوة الانتصار في راحة كده نفسية في حالة كده جميلة ما بين الجماهير وما بين الجهاز الفني وما بين مجلس الإدارة طبعا بتمنى الشفاء اللي كابتن محمود الخطيب يعني يعني إن شاء الله بإذن الله يعني فيه مفهود إنه هو فيه سفر لألمانيا في الفترة اللي جاية إن شاء الله بتمنى له الشفاء لأنه هو مع شوق جماهير النادي الأهلي واستورة النادي الأهلي سواء كلاعب أو كحتى في عدو مجلس إدارة أو نائب رئيس أو حتى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ناس كلها بتحبه بتمنى له الشفاء وإن شاء الله بإذن الله يرجع تاني فيه ستأهل وفيه ستأخواته وفيه ستأخواته وفيه ستأخواته وفيه ستأخواته وزي ما بيتقال كده وكابتن محمود انت قيمة كبيرة جدا وإن شاء الله ترجع تاني بإذن الله لمكانك الطبيعي وعجبني جدا الحالة اللي ما بين مجلس الإدارة وما بين اللعيبة والجهاز الفني فأعتقد إنه ده الأهلي بيرتب من دلوقتي للمرحلة اللي جاية مين بقى لعيب هيبقى موجود مين اللي عيب هيمشي ده شيء طبيعي إن انت بتبقى قاعد بتشوف من الملفات من اللعيب اللي انت هتحتاجه في الفترة اللي جاية وده شيء طبيعة جماعة لإنك انت بتستعد للموسم اللي جاية من خلال يعني الحمد لله الواحد يعني تواجده في الناد الأهلي وعيشت في الناد الأهلي في أوقات كتيرة جدا أنا عارف الناد الأهلي بيفكر إزاي دلوقتي فعلا هتلاقيه قاعده مع مجلس الإدارة الجهاز الفني ويبتدى يشوف مين اللعيب اللي هيبقى موجود مين اللعيب اللي هتبقى مش موجودة الموسم اللي جاي بس أنا بقول لكم القرارات اللي هتطلع مش هتطلع دلوقتي ليه بقى ميزة الناد الأهلي في حاجات كتيرة جدا إنه دايما بيحافظ على قط اللبس بيحافظ على اللعيبة طبيعي دلوقتي أنا لو كلاعيد مثلا موجود احتياطي بشارك فترات قليلة لما بيطلع كلام مثلا في الإعلام إن أنا همشي فتلاقوا الأمور في ارتحية زي ما بيتقال كتيرة بس ميزة الناد الأهلي دايما هتلاقي الموضوع ده يعني هتلاقي ممكن اللعيبة راح تقعدت مع الجهاز الفني ولعيبة راح تقعدت مع مجلس الإدارة وحصل مكالمات وحصل مع مدير الكرة كابتن خالد بيبو زي ما اتقال كده إن كابتن خالد بيبو مش هيمشي أنا بقول لك يا جماعة الناد الأهلي دايما بيحب يستقر بيستقر بلعبته بيدي بيدي المساحة للعيبة بيهيأ اللعيبة نفسيا انت داخل على المرحلة اللي جاية الناد الأهلي عايز يفوز بالدوري عايز يلبي كمح جمهور الناد الأهلي إن انت تخرج ببطولة زي الدوري المصري بطولة مهمة بتضاف لتاريخ الناد الأهلي فأنا بقول لكم أنا واحد من الناس ما بحبش أتكلم في الأخبار مين هيمشي مين هيقعد دي أعتقد يعني السيستم بتاع الناد الأهلي ونظام الناد الأهلي هتلاقي كلها اجتهادات ده رقاعة ده ماشي ووارد إنه ممكن لعيبة على فكرة ممكن في الفترة اللي فاتت ما كانش في حالته ممكن تلاقي الفترة اللي جاي بقى في حالته يتقلق تلاقي الدنيا مشت معاه والحالة المعنوية تلاقي لعيب ممكن كان عنده حالة إحباط إنه ما بيلعبش وارد إنه ممكن يشارك أساسي تمشي الدنيا معاه تقلق بهدف بأسست بمستوى كويس بيموت نفسه تلاقي نفسه يبقى موجود الموسم اللي جاي عشان كده أنا بقول لكم إن أي اجتهادات دلوقتي بتطلع إن ده هيمشي وده هيقعد أنا بقول لكم مش ده الناد الأهلي خاطر الناد الأهلي دائما بيحافز على لعيبة وبيحافز على قط اللبس لإنه هو ده أنا جاح الناد الأهلي والناد الأهلي عنده زي ما قلت إن مرحلة اللي جاية مرحلة صعبة فيه كلام إن أحمد عبدالقادر قعد مع ميستر كولر إنه يعني عايز شوف هل هل ميستر كولر عايزه ولا مش عايزه أنا بقوله إن أحمد عبدالقادر من اللعبة الكويسة أوه ووجوده في الناد الأهلي مؤثر ووجوده في الناد الأهلي على حالة عبدالقادر لما يفحلته ده هو مفيد لإنه هو من اللعبة الكويسة جدا والناد الأهلي محتاج إن نوعية اللعبة دي لإنها خصوصا إنها بقت قليلة عشان كده عبدالقادر أعتقد إنه هو مركز والفترة حتى اللي كان ابتعد فيها وبعد كده رجع زهر بشكل كويس أنا من وجهة نظر الشخصية إن عبدالقادر من نوعية اللعبة اللي بتبقى موجودة في الملعب تليه يظهر بشكل كويس ولن نوعية اللعبة برضو لما يبعد ويرجع بتليه يظهر بشكل كويس أكيد هو عنده تموح إن هو يظهر بشكل كويس مع الناد الأهلي إن انت عند داخل قلص في فترة قليلة هتلاحب في كاس عالم الأندية هلأ جماعة فيه لعيب دلوقتي عايز يمشي مش ممكن أنتوا هتلاقوا اللعبة حتى اللي هي تقال عليها أسامي إن هما هيمشوا هتلاقى الكل في الفترة اللي جاية بيموت نفسه لإن هو عايز ينال شرف المشاركة في الموسم اللي جاية مع الناد الأهلي في كاس العالم الأندية إنت هتلاعب أندية ماشاء الله على أعلى مستوى متشافة من ناحية تسوقية من ناحية حتى عالمية أكبر الأندية اللي في الوطن العربي وفي العالم هيبقوا موجودين في كاس العالم الأندية اللي خصوصا كم إنها نسخة مختلفة فأكيد الناد الأهلي هيشوف إيه الأفضل ليه فعشان كده أنا بقول للأحمد عبدالقادر ركز ركز في الفترة اللي جاية لأنك انت من لعبة كويس وعندك فرصة تعمل تاريخ مع الناد الأهلي كبير جداً بس إنت وشخصيتك وبالتوفيق الأحمد عبدالقادر في الفترة اللي جاي لأنه بتقل إن فيه كلام عروض أنا بقول لكم إن أحمد عبدالقادر عايز يوحط مفيش حد دلوقتي يبقى موجود في المدن الأهلي وعايز يمشي يا جماعة يعني يمشي ليه أنا دلوقتي حتى لو مش بلعب أنا عندي فرصة إن أنا بقى موجود ولعب طول ما أنت كويس في الملعب الناس هتلاقي جمهور معك في ظهرك جمهور بيشجعك هتجبر حتى الجهاز الفني إن يبقى ليك دور هو كل ملعب عشان كده دايماً بتكلم في إطار الملعب حتى لو المدير الفني ما بيحبكش طول ما أنت كويس في الملعب وبتقدي وبتنزل المباريات بشكل كويس وبتقدي وبتقاتل وبتموت نفسك حتى لو أنا ما بقتنعش بيك لا هتلعب لأن أدائك كويس أدائك في الملعب هو اللي بيكبر إن أنا كمدير فني الناس تعين بيك عشان كده عبدالقادر بتمنى إن هو يبقى موجود في الفترة اللي جاية وعلى حسب هو قراره برضو بس أنا بتكلم إن الكل دلوقتي عايزي بقى موجود في النادي الاهل لأن أولاً ما شاء الله بتحصل على دور الأبطال عندك في كس العالم الأندية عندك في مباراة السوبر خلاص إن شاء الله بإذن الله في خلال فترة قريبة ما بين الأهل والزماية كل ده جماعة بطولات أنت بتاخد بطولات وأنت موجود في النادي الاهل بتعمل تاريخ لنفسك وجماهيرية وشعبية وشهرة وإنت موجود في النادي الاهلي لو روحت أي مكان تاني في ناس كتيرة جداً مشت من النادي الاهلي اتنست في ناس كتيرة جداً مشت من النادي الاهلي آه راحوا كسبوا مبلغ مالية بس مش موجودين اتنسوا تواجدك في النادي الاهلي هو مكسب كلام برضو على كهرباء تلاحظوا كده كهرباء دايماً كل فترة لازم فيه كلام عليه هو هتلاقي فيه إمام عشور بس أنا أتكلم على الكهرباء يعني كلام إنه بيتقال إنه فيه آه عرض خليجي وأعتقد إنه كان آه آه الرائد على ما أعتقد يعني لإني كان فيه بوست كده نزل ما عرفش بقى هالبوست ده حقيقي ولا لا أكيد كهرباء يعني برضو والنادي الاهلي مش هيجامل حد يعني أنا بتكلم على حتة كهرباء بالذات تجمع كهرباء لو مفيد للنادي الاهلي أكيد مجلس الإدارة هيسيبه وعلى حسب الصفقات اللي هتبقى موجودة وده حاجة ما تزعلش كهرباء اسم كبير وكيمة كبيرة ولعب من اللعبة المميزة جدا وأضاف للنادي الاهلي وعمل تاريخ مع النادي الاهلي وجيه في وقت النادي الاهلي كانت الأمور صعبة عنده كهرباء هو اللي كان بيكسب النادي الاهلي كهرباء كان بيعمل الفرق مع النادي الاهلي بس في الأول آخر الكرة ما فيهش مجاملة وخصوصا النادي الاهلي ما بيجاملش النادي الاهلي ما بيجاملش حد على حسب الكيان واسم النادي أكيد النادي الاهلي بيفكر هل الكهرباء يبقى موجود هل الكهرباء مش يبقى موجود دي على حسب الحالة اللي ما بين مجلس الإدارة واللعيب وعلى حتى الجهاز الفني ودي حاجة ما تعيبش كهرباء سواء قاعد أو ماشي كهرباء اسم كبير بس في الأول آخر النادي الاهلي برضو عايز يردو تموح الجماهير هل كهرباء ممكن الضغطات اللي عليه ممكن أخرته شوية هل الحملات اللي موجودة عليه الإعلامية هل أثرت عليه في الأول آخر أنا بقول لكهرباء انت لعب كويس من اللعيبة المميزة جدا ممكن بعض الحاجات اللي عطلتك والمشاكل ومشكلتك مع الزمالك بس في الأول آخر الجمهور اللي بيحبك والنادي اللي بيحبك ومجلس الإدارة اللي بيحبك أو اللعيبة اللي بتحبك هم عايزين يشوفو في الملعب عايزين يشوفوك في الملعب عايزين يشوفو أداء كهرباء يعني شفتلك الماتش الود بصراحة أعرزت هدف عالمي بصراحة هدف هل عايزين بقى نشوف الكلام ده يترجم يبقى في المباريات الرسمية عايزين كهرباء يظهر بشكل كويس جدا جدا عندك الخبرات وعندك الإمكانيات ان انت تتفوق على نفسك وتتفوق على زمالك وده مش عيب المنافسة مفياش حاجة في الأول آخر أنا بالنسبة للكلام اللي بتقال سواء كهرباء قاعد أو ماشي أنا بعتبارها برضو ان النادي الآلي مش هيبتدي ياخد كرارات دلوقتي حالية لأنه هو محتاج كهرباء محتاج أحمد عبدالقاد محتاج كل اللعيبة في الفترة اللي جاي لان انت عندك مباريات مهمة جدا في الدوري لازم عايز تكسبها فأكيد الكلام اللي بتقال مجلس إدارة والجهاز الفني أكيد مش هيأثر على قط اللبس لأنه هو محتاج كل اللعيب في الفترة اللي جاي بتمنى التوفير لكهرباء وربنا يوفاءه في اختياره سواء موجود في النادي الآلي أو هيمشي أنا بالنسبة لي بعد نهاية الموسم أعتقد أن الأمور هتبقى باينة يعني ميستر كولر بيرفض ضم يوسف أيمن مدافع الدحيلة قطري يعني أنا أولاً ما عرفوش يعني مش متابع مش متابع أولاً عايز أتكلم في الجزئية دي وهي جزئية مهمة قوي واعتقد أن النادي الآلي بيفكر فكرة مختلف فكرة مختلف فحاجات كتيرة جداً من ناحية إمكانات لعيبة من ناحية مستوى لعيبة من ناحية لعيبة مثلاً صغار سن لعيبة خبرات وده اللي النادي الآلي محتاجه على فكرة أنت عايز توصل لمكانة في حتة معينة صح والنادي الآلي دائماً بيفكر لأعلى نقطة يعني الأعلى نقطة كده بيفكر فيها ده حق مشروع يعني النادي الآلي برضو اسمك بيه عنده قاعدة جمهرية عنده بطولات عنده البطولات وعنده مجلس إدارة يقدر يوفر وعنده جهاز فني على أعلى مستوى أتمنى أن الفترة اللي جاية أن النادي الآلي فعلاً يشتغل على الصفقات أنا مش هجيب لعيب يشتهر عندي أنا مش هجيب لعيب لسه هديله الخبرات ولسه هديله لا أنا عايز لعيب جاهز أنا عايز لعيب جاهز عنده الخبرات عنده الإمكانيات عنده أممكن يتطور يبقى أفضل معايا وهو في النادي الآلي بس أعتقد أن الفترة اللي جاية النادي الآلي مش محتاج أن هو يجيب لعيب لسه هديله الخبرات لأن المرحلة اللي جاية صعبة المرحلة اللي جاية صعبة جداً فأتمنى من النادي الآلي ومجلس الإدارة أن فعلاً اسم النادي الآلي اسم كبير جداً على فكرة أي لعيب يتمنى أن هو بيوجود في النادي الآلي مش عشان خطر بس اسم النادي الآلي عشان خطر بطولات النادي الآلي وكيان النادي الآلي والاحترافية اللي النادي الاهلي اللي بيشتغل عليها سواء مع اللعيبة او مع الجهاز الفني او حتى تعاملوا مع الناحية الاعلامية او تعاملوا حتى في الحتة الجماهيرية فعشان كده بتمنى انا نفس اشوف النادي الاهلي عنده نجوم كبار ليه ما يبقاش مثلا عنده نجوم زي مثلا الهلال السعودي ليه ما يبقاش عنده نجوم مثلا زي اللي موجودين في التحاد جد اللي موجودين مثلا في نادي النصر ليه الأسماء دي ما تبقاش موجودة في النادي الأهل ليه ما تبقاش موجودة في مصر الحمد لله عندنا عودة الجماهير وعجبني جدا عودة الجماهير بصراحة مبسوط جدا بعودتهم مبسوط بتواجدهم في اللستاد الحاجات دي كلها بتخلي أي لعب حتى محترف برة لما بيجي يتفرج ويتابع مثلا النادي الأهل ويشوفه الجمهور بتاعه وحتى في نادي الزمالك لما بيشوفه الجمهور ده موجود أنا هو واحد بتشجع أنا عايزة أنزل ألعب عايزة أبقى موجود في النادي ده فعشان كده عودة الجمهور هتفرق بشكل كبير جدا مع النادي الأهل ومع النادي الزمالك إن تقدر تستقطب لعيبة تقدر تخلي لعيبة تجيلك ولعيبة على أعلى مستوى لإن اسمين كبار وده اللي إحنا نفسينا نشوفه في الفترة اللي جاي الزمالك يفتح خط مفاوضات للتعاقد مع مصطفى فتحي من بيرامدز طبعا مصطفى فتحي من اللعبة الكويسة بس اللي أنا شايفه في الفترة الأخيرة النتزة مالك عمال بيرجع الأسماء القديمة يعني الأسماء اللي كانت موجودة زي بن شارقي سامح الكلام على على فرجاني ساسي على مصطفى فتحي طب ما كانوا موجودين هل خلاص ما بقاش فيه مثلا في مصر أو في الوطن العربي أو في القرى الأفريقية اللعيبة يعني تصلح للناد الزمالك مش ممكن ليه الدائرة دايما مقفولة على الجزء اللي انت تعاملت معهم قبل كده مع مصطفى فتحي كموجود آه لعيب كويس وكل حاجة ما كان ليه تجربة مع ناد الزمالك بن شارقي لعيب كويس ساسي وكل دول كانوا موجودين طب انت مشيتهم ليه يعني ليه طب ليه مشوا طبعا مش بتكلم على مجلس الإدارة دلوقتي بتكلم على قبل كده طب هما ليه مشوا بالناد الزمالك يعني فيه كلام برضو على عودة جنش طب كل اللعبة دي مشت ليه طب ليه ما برضو ده من ضمن الحاجات اللي أثرت على مشوار ناد الزمالك كان عندك قوام وانت بعد عنك طب انت رجعت ترجعهم تاني هل شفت المستوى بتاعهم هل شفت ان هم هيضيفوا وارد ان هم ممكن يضيفوا بس انت بتتكلم في ريسك برضه بتتكلم في جزئية انت وحظك زي ما بيتقال كده يعني انت وحظك هلا هيتعلق هيرضوا طموح ناد الزمالك اعتقد ان لا ممكن يعمل زي ما بيتقال كده توليفة ما بين اللعبة وبن بعض بس على حسب اللي انت محتاجه مش مجرد ان انا بجيب اسمها بس ممكن اجيب اسم بس في وسط المجموعة يفرق ما عندك ناصر ما ناصر ما شحاتة ما شاء الله الاسمين دول مش انا اتكلمت فيهم جم عملوا مع ناد الزمالك فارق لسه احمد حمدي كمان ان شاء الله يرجع بعد الاصابة لما يرجع اتمنى له الشفاء اضافة قوية جدا انا بكلمكوا يا جماعة صفقتين انت عملتهم بخلاف طبعا المسلوسي باختلاف طبعا دونجا باختلاف عمر جابر لما رجع المستوى هو انا بكلم عن الصفقات اللي تجيبها تعمل معاك فارق ومتيابة من اللاعبة الكويسة جدا بس محتاج شوي يعني محتاج وقت محتاج خبرات اكتر محتاج دعم اكتر محتاج مشاركات اكتر فكل ده هات اللاعب بس تشوف انت محتاج ايه ما تجيبش مجرد اسماه خلاص شانترده جمهور اعمل اعمل كيان ليك مش لازم دلوقتي لسنتين قدام بس يبقى ده قوام الاساسي بتاعك يعني تعالوا بص كده على النادي الآلي هتلاقي فيه قوام اساسي موجود مع النادي الآلي مكمل بيحصل بعض التغييرات بيحصل بعض الصفقات اللي هي تقوي فبتمنى طبعا النادي الزمالك يرجع النادي الزمالك مش يبقى موجود في الكونفادرالية خلاص ايا كان بقى المواقف والظروف اللي حصلت في الفترة الاخرية بس لازم تعمل بلانت تشتغل عليه في الفترة اللي جاية لعودة اسم النادي الزمالك هيفرق بشكل كبير جدا في الدوري وفي المشاركات وفي قوة الكرة المصرية وفي الدوري المصري انا حزين جدا ان مفيش غير لعيب واحد بس ما كان موجود في منتخب مصر ما كانش فيه غير بس زيزو وفتوح طبعا مصاب وبعد كده وفي عواد بس انا بكلم عن لعيبة الاساسية نت الزمالك مفيش غير واحد ناصر مير نزل اخر الشتة التانية يحنا عايزين نشوف قوام اساسي يعايزين نشوف خمس ست لعيبة كده والاربع لعيبة موجودين في المنتخب مصر عايزين نشوف هو دايما منتخب مصر اهلي وزمالك مع بعض اللعبة المحترفة هو ده اللي بيديك الكوة مستر جوميزي طالب ادارة الزمالك برحيل المدافع الفلسطيني ياسر حمد لسوق مستوام اولا يعني يعني انا عايز اتكلم عن الحتة دي لان انا شفت مبارح تصريح او كلام على السوشال ميديا هو ما كانش موفع خلانا اتكلم برضو الراكنة بتاعته عدم اللعب وعدم المشاركات مخصوصا مع المدافع بتأثر على المشوار بتاعه بتخليه تأخر بتأخره كتير قوي معجبنيش الحملة اللي اتعملت عليم بها بصراحة يعني معرفش كانت فيها بعض يعني بحسها كده كانت ترياقة شوي في الاول الاخر هي مش ماشية معاها جماعة كرة كده النهاردة انت بتغلط النهاردة انت مش ماشية معاك بتعمل ضربات جزاء بس خلانا اتكلم ان برضو ان ناد الزمالك جابه وما استفدش بيه برضو الاعدة يعني عدم المشاركة بتخلي اللعب زي ما بتقال كده مش في حالته اللعب دايما طول ما هو بيشارك حتى لو المستوى بتاعه بعين ولا خمسين في المية في المشاركات بتاعته بيزهر شكل كوي فطبيعي ان مستر جوميز هيطلب برحيل طب اما هو ده اللي بتكلم فيه بقى عايز ناد الزمالك في المرحلة اللي جاية يجيب لعيبة تليق باسم ناد الزمالك فلسطيني سوري هندي اي حاجة بس يزهر بشكل كويس انا ما عنديش مشكلة اما في لعيبة كتيرة جدا موجودين كان فيها اسماء لعيبة في ليبيا ولعيبة في سوريا واسماء كتيرة جدا عايزين نشوف لعيبة تليق باسم ناد الزمالك وتليق باسم الكرب مصرية الموضوع مش مش موضوع يعني الموضوع فلسطيني لا هو الموضوع ملاحش علاقة بس انا بتكلم ان اللعيب برضو غزبن عنه ما بيلعبش مع عدم المشاركة دي اثرت برضو وخلاص ما كانش موفق وخلاص مستر جوميز مش عايزه وترى برحيله نروح نروح وانتظرونا في تيفي سوشيا يعني طبعا قبل ما يعني نبدأ طبعا من النهاردة بحابب ان انا بارك لنجمنا ونجم الناد الاهلي ونجم منتخب مصر محمد هاني على حفل الزفاف والنهاردة مبروك لي وان شاء الله بتمنى له الخير وزرية الصالحة ان شاء الله بإذن الله واعتقد ان دي حاجة برضو من الحاجات الحلوة جدا ان يبقى عندك استكرار عائلي يعني مبروك ليك وربنا يكتب لك الخير دايما انت وزوجتك واسرتك وبإذن الله تكون ادم سعد وادم خير ليك ومبروك ليك مرة تاني بصراحة يعني شيك الله شيك هاني هاني من الشخصات عفكة يعني انا ممكن مرة كده قابلته الصوت فهاني من الشخصيات الجميلة يعني من الشخصيات المحترمة فاتمنى ان حالة الاستقرار بتاعته في اسرته طبعا واني بقى ليه اسرة كده واستقرار اعتقد انها تفرق بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاي ان شاء الله بإذن الله في مشهور وصوات مع نادي الالي او مع المنتخب برضو في حاجة استاذ محمد سراج الدين طبعا كان فيه عيد ميلاده مبارح حابب ان انا اقول له كل سنة وانطيب وعبال ميت سنة عجبني الحالة اللي موجودة ما بين مجلس الادارة مع بعض وده سر النجاح بصوا يا جماعة الصورة خلينا اتكلم برضو ان البطولات بتدي كده حالة ارتاحية تليه وقع مبارح نفسين برضو واخد بطولة روح البطولة دي بتعمل الروح بصوا ما شاء الله كله مبسوط وهي دي دي الحالة اللي بتشوفها دايما في النادي الاهلي ان دايما والله هقولها تاني تحس ان انت وانت في النادي الاهلي ان انت في وسط عيلتك حتى وانت في وسط الجماهير مع الجماهير هتلاقي تحس ان انت في وسط اخواتك في وسط اصحابه فدي الحالة اللي بتنجح طبعا كل سنة هو طيب وعقبال مية سنة ويحقق كل اللي اتمنال ان هو من الشخصيات المحترمة ومن الشخصيات الجميلة وبتمناله كل الخير لان هو بتحس ان هو زينا كده والله تحس ان هو زينا جماعة دايما انا بحب فيه اشخاص كده ممكن وفي مناصب بس تحس ان هو انا في مناصب لا مش هتكلم مش هتتعامل تيجي تتعامل معاه زي رحمة الله عليه استاذ العمري فاروق كنت تتعامل معاه والله يا ربنا يرحمه ويغفر لي يعني في ايام مفترجة تحس ان هو يعني كانش وزير الشباب مسلا ما تحسوش ان هو كان نائب رئيس النادي الاهلي انا بحب الشخصيات دي بتمناله طبعا كل الخير وكل سنة هو طيب وعقبال مية سنة هقول بقى في شوية التصريحات كده وكابتن حسام حسام بقول للمشاككين مش بس معليكم وفي ناس مش عاوز المنتخب ينجح والله اتمنى كابتن حسام ان انت ما تسمعش لحد حتى انا شخصيا ما تسمع ليش يعني فعادي والله يعني حتى لو بتسمع بيجي لك طبيعي ان انت هتتابع بتشوف ابريم قال ايه من قال ايه فده شي طبيعي اللي انا بقول لك يا كابتن حسام عليه خلي النجاح بتاعك في الملعب خلي النجاح بتاعك مع المنتخب صدقني والله لو انا حتى مختلف معاك او مين مختلف معاك نجاحك جو الملعب هو اللي هيخلي الناس كلها تسقف وهيخلي الناس كلها تبقى حوليك اتمنى ان فعلا اه تمشي بالكلام ده وان شاء الله باذن اللي عندك وقت تقدر تلم الامور وتقدر تلم الجمهور وتقدر تلم الدنيا كلها لمصلحة منتخب مصر زي ما انت بتتكلم دايما ان انت عايز تفرح الشعب المصري انت قادر وعندك الخبرات وعندك الخبرات الكافية واسمك مصطفى محمد معاك اسماء مميزة جدا تقدر تبني عليها في الفترة اللي جاء وبالتوفيها كابتن حسام من المرحلة اللي جاء اه كابتن ابراهيم حسن اقول للفتايين يهدوا شوي كابتن ابراهيم متخليش حد يزعل منك خلاص معايش سامح سامح ويركز مع مع كابتن حسام انه عارف ان انتو يعني 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 ايه ما شاء الله على طول مع بعض احاولوا هدوا بعض يعني حاولوا تهدوا بعض انتو الاتنين والله بجد يعني ما تخليش كابتن حسام يزخنك ولا انت تسخن كابتن حسام حاولوا كده بهدوق اتعاملوا اتعاملوا بهدوق مع بعض يعني انتو ما بتتجمعوا مع بعض ما شاء الله يعني فممكن الدنيا فاهدوا وكابتن ابراهيم ان شاء الله بإذن الله ربنا وفقكو وان شاء الله بإذن الله تنجح انتا وكابتن حسام والجهاز الفني وكل اللعيبة وتفرحوا شعب مصر زمانتوا دائما بتتكلموا تريزيجيه اتمنى اختم شهاري في النادي الاهلي وانا بكامل مستوي تريزيجيه من اللعيبة الكويسة جدا ومن شخصيات اللي مش واخد حقها حتى اعلامين بالتوفيق تريزيجيه وانت واحد من ابناء النادي الاهلي والناس كلها بتحبك وبتحترمك حتى اهلوية وزمالكوية لانك انت من اللعيبة المميزة جدا كابتن اسماعيل يوسف للتوقع من حسامو ابراهيم مش لازم ترده على الناس في كل حاجة بتتفل معك كابتن اسماعيل والله بتتفل معاك والله دي حقيق يعني انا عجبني جدا كابتن اسماعيل يوسف في كلامه برضو اكيد كان صديق ملاعب وتعامل معاهم شخصيا فده حلو يا جماعة دايما مش كل الناس هتبقى مع كابتن حسامو وكابتن ابراهيم وفيه ناس بتحب كابتن حسامو وكابتن ابراهيم فدايما اللي بيحب حسامو ابراهيم مجبورة جدا لمنتخب مصر والنادي الزمالك فاعتقد ان الكلام ده مهم جدا في الفترة دي بالذات كابتن ريدا عبدالعيل كابتن ريدا عبدالعيل محمد شحاتة لعب الزمالك افضل من مروان عطية وحمد فتحي ويلعب عليهم مستريح في المنتخب اول انا بتفق مع كابتن ريدا عبدالف محمد شحاتة ان هو لعب مميز بس تعالى نتكلم يا كابتن ريدا على حتة تانية مروان عطية وحمد فتحي خبراتهم اكتر للقرب مصرية في الفترة الجاية سواء للزمالك او لمنتخب مصر انا بتوقع ان تواجد شحاتة معنات الزمالك وتقلقه ومستوى وزهوره بالشكل اللي انا اتكلمت عليه وكل الناس اللي بتتكلم عنه والحمد لله اول واحد تتكلم على شحاتة اول واحد تتكلم عليه في الحتة دي ان هو المرحلة اللي جاية ليه مستقبل كبير جدا بس واحدة واحدة لان برضو لسه يعني الخبرات بتاعته قليلة هيكتسب الخبرات معنات الزمالك هيكتسب الخبرات مشاركته معنات الزمالك سواء في الدوري او في المشاركات او في اللعب هو ده اللي بيلعب زي ابراهيم عادل يعني برضو عنده وقته واللعيب الكويسة جدا انا بقول لكم الاسمين دول ليهم مستقبل بس هما كل حاجة للوقت هما جون في وقت الدنيا مضغوطة والناس متعصبة ونتائج المنتخب في الفترات اللي قبل كده كل واحد ليه الوقت بتاعه ان شاء الله حتى ناصر ماه هيبقى ليه دور كبير جدا في المرحلة اللي جاي كل الاسماء دي لما تبقى موجودة يبقى عندك مواهب وعندك امكانيات مع الخبرات يبتدي يظهروا بشكل كويس جدا مع المنتخب فمش موضوع يلعب مسترح دي صعب لسه قدامه شوية يعني بختلف مع كابتن ريدا في النقطة دي لان هو قدامه شوية كابتن حلمو طولان حسام وبرهيم حسن عندهم لجانة الكترونية وهي السبب في توليهم قيادة المنتخب حسام حسن بيعافش يتكلم الكرة على الدراسة روح ايه بس كلام الروح دحك عدوه والله انا بقولس يا جماعة الراجل ده او كابتن حلمو طولان ليه فضل علينا شخصيا يعني انا بحبه جدا لانه اول واحد اكتشفني يعني اتبالع منتخب شباب ولعبته منتخب اولمبي وكان هو البداية يعني ليه تحفظ على كابتن حلم يعني برضو انا مش هتكلم على كابتن حلم في حيط في الجزئية دي ليه بقى هقول له كابتن حلم تعال اعكس الموضوع تعال نعكس الموضوع دلوقتي كابتن حلمو طولان هو المدير الفني المنتخب مصر هل حضرتك هتحب ان يتقال عليك نفس الكلام ده ان انت عندك الجانة الكترونية هيتقال عليك ان انت كابتن حسام حسن بيعافش يتكلم الكرة علم ودراسة روح ايه بس كلام الروح ده دي حكى عدوني هل يا كابتن حلمي هتتقبل الكلام ده مستحال يعني والتوقيد صعب ايه يا جماعة يعني برضو يا جماعة حتى ما احترامي كابتن حلمي طبعا هو على دماغي من فوق يا جماعة لما نيجي ننتقد كابتن حسام برضو كابتن حسام قيمة كبيرة جدا برضو اسطورة من اساطير الكرة المصرية ورفع بطولات وحقق انجازات بصراحة لحد اللي تحسب لي يعني لحد اللي تحسب لي واجيال عدت واجيال راحت النسبة تتكلم عنه فابتن حلمي هل تقبل ان حد يقول عليك نفس الكلام ده استحال استحال انقوده فني انقوده بطريقته انقوده على اختياراته بس موضوع ان احنا نخش نبعبش يتكلم ويجول روح ده دحكى عدوني انا ما بحبش الطريقة ده يا جماعة اللي عايز يتكلم وينطاقت حد حتى اللي بينطاقتني يتكلم علي كورة يتكلم علي فني يختلف معايا فني هنخش في حتة التانية دي انا ما بيحبهاش بسرعة فاتمنى ان كابتن حلمي يرد علي في الحتة دي يا كابتن حلم انت لو مدير فني المنتخب مصر دلوقتي تقبل ان كابتن حسام ابراهيم او انا شخصيا او اي حد يقول نفس التصريح ده على حضرتك اكيد حدك كنت هتزم اكيد فبتمنى جماعة اللي ينتقد كابتن حسام وكابتن ابراهيم وينتقد المنتخب انتقد معاه انتقدو كورة فني ما تنتقدوش في حاجات خرج الجان اكترينية والكلام ده خلاص لو جان اكترينية جماعة ما نعمل لجان اكترينية وبقى رئيس اتحاد الكورة مادام هي ماشية كده استحالة طبعا في حاجة اسمها امكانيات في حاجة اسمها اسم خبرات في حاجات كتيرة جدا ما كانش حد يغلب ما كانش حد يغلب بقى لموضوع اللي لجان اكترينية ما كانش حد غلب والله خال فبتمنى ان الكابتن حلمي يعني يرد عليها في الجزء دي لو حد قال عليك كده هتقبلها اكيد هتزعل ميدو ناصر ماهر اللعب الافضل في مصر لابد ان يكون اساسي مع المنتخب يعني كابتن احمد حسان ميدو بيعجب نحمد حسان ميدو او كابتن احمد حسان ميدو في بعض التصريحات بتعجبني بصراحة اولا ناصر ماهر من اللعبة كويسة وكلنا بنشد بي بس لسه ميدو يعني لسه قدامه وقت يعني لسه قدامه وقته عفكرة وعنده المساحة وعنده مشاركته مع مع الزمالك ومشاركته وتواجده معنات الزمالك يقدر عفكرة مش عيب ده حق مشروع حق مشروع لأي لاعب عايز عايز توصل الناصر ماهر يبقى اساسي تقلق تقلق مع الزمالك وتقلق مع المنتخب هيبقى اساسي هجماعة كورة في منتخب مصر او كورة في مصر طول ما انت كويس في الملعب وبتتقلق هتلاقي الكل بيدعم ليك انا بتمنى ان ناصر ماهر يشتغل ويتور من نفسه ابتدى ما شاء الله يتطور في الفترة الاخيرة ابتدى يظهر بشكل كويس اتمنى ان يتطور اكتر من ناحية بدنية من ناحية من ناحية تزديد من ناحية مهارة من ناحية سرعة الحركة من ناحية اه الاختراقات عمل الكورة اللي فاتت بصراحة ناس بتقول لك شرك عشر ده والناس عمدك اوه لا جماعة انا بحب اللعيب اللي ينزل يعمل فارق المشكلة طالما بتنزل عشر ده ان شاء الله ينزل خمس دايق انزل موت نفسك واعمل الفارق الناس كلها هتحترمك حتى لو لعيب بيلعب تلت دايق ونزل عامل فارق مع فرقته او مع منتخب فدي حاجة تحسب ليه ما هو التغييره دي مجرد او انا تغييره نازل بضيع وقت لا بنزلك كمدير فني بنزلك عشان خاطر تعمل فارق مع المنتخب او معنا ديك فبتمانى ان ناصر ماهر يشتغل ويشتغل اكتر انت لسه ما عملتش حاجة بتقلقت معك الزمالك وبتتقلقت مع المنتخب دلوقتي لسه في جزء بسيط بس لسه قدامك تقدر تشتغل اكتر عشان فعلا تنال شرف ان انت تبقى اساسي المنتخب بسه ده كانت اخر كلام في تي بي سوشال نروح لفاصل وانتظرونا في فقرة وانتو مع نجمنا اهلا وسهلا بحاجة لكم مرة تانية في فقرة وانتو فقرة وانتو معنا نجمنا ونجم بلاس تسعين ونجم النادي الاهلي كابتن احمد عادل منور الدين حبيبا كابتن مصر دايما بس عدنا موجود معك حبيبا دايما منورني والله ومتقلق دايما حبيبا كابتن ربنا خليك اه شفت مباراة مصر وغنيسة اه طبعا طبعا شفتها ازاي بصة كابتن ليها محور كتير وليها كلام كتير داخل الملعب وخارج الملعب انا بقولي انا دايما بقس كل مباراة تجربة كابتن حسام عاملة ايه مع المنتخب عاملة ازاي مع المنتخب طريقة اللعد اه في الاول وفي الاخر اول غرض من المباراة هو ان انت تجمع النقاط صح وده ما فيش حسن من كده يعني فيش حسن من كده ان انت مباراتين بوركين سواء بوركين او غينيا ان انت بتطلع باربع بونط يساعدوك ان انت تبقى عشرة بونط وعلى اول مجموعة شايف ان مباراة غينيا على مدار الشوتون احنا كنا كويسين يعني مدار الشوتين كنا كويسين ممكن اقول استحواز الشوت الاولاني معاك اه بس بلا فاعلية ما يحسب لكابتن حسن زي ما منتكلم في سلبيات منتكلم في جبيات ما يحسب لكابتن حسن انت تغير طريقة اللعب ده ركبك الجيم ان انت ترجع اما كنت تلعب اربعة اربعة تلاتة تلاتة الشوت الاولاني كان اه فيه سيطرة لكن بدون فاعلية وده اللي كنا منتكلم فيه دايما على المحاور اللي انت بتقدر تعتمد عندك عن صلاح عن طريق تريزيجي الكور القليلة اللي كان بتوصل لمصطفى محمد في مباراة بوركينة ممكن بعض الشيء اصابة مصطفى محمد اثرت على الناحية الهجومية للمنتخب لكن اللي زود الفاعلية ان انت الشوت التاني رجعت للطريقة اللي انت تغلبت بيها على فريق بوركينة تلاتة خمسة اثنين او تلاتة اربعة تلاتة بالاخص تلاتة اربعة تلاتة لان صلاح تطرف على طرف من الاطراف زايد ان تريزيجيه في نفس مكانه وبعد كده لعب قفة كفيرود صريح شايف تغييرت قفة دي بتتعمل ازاي بص اي ما بنتكلم في اجابيات لكابتن حسام انا كان وجهة نظري ان محمد شريف ده حقيق محمد شريف خبراته بتواجده بسرعاته بتحركاته طبعا بيفرق بص يا كابتن اي حاجة اجابية تحسب لكابتن حسام ان خلاص بقى فيه وجوه جديدة اف منتخب لكن التوقيت المشاركة ده كان عليه عامل مهم جدا شكرا بنقول مهم ما تخسرش قفة ان هو يبقى الضغط عليه بشكل كبير شريف هيتحمل الضغوط شريف عنده خبرات كبيرة جدا سواء مع منتخب او في فترة الاحتراف او مع النادي الاهلي قبل كده وكان هيدفلك في الناحية الهجومية متواجد في الملعب طبعا برضو خبراته بسكرة الاجواء دي مهم جدا تعتمد على لعيب يتحمل الضغوط اللعيب عنده خبرات احسن من لعيب مثلا امكانياته كويسة او فروت كويس او فروت كويس جاي ابراهيم عادل جاي يعني من اللعيب اللي هي اللي جاي وجوه جديد او الشامي هو وجه جديد في المنتخب بس ممكن فترة الدنيا ما تبقى دمام رايحة وما فيش ضغوط اللعيبات دي تلعب لكن على مستوى الجماعية في الاداء احنا كنا افضل وارد خطأ الهدف اللي جي فيك من خطأ دي حاجة مش بتاعة كابتن حسين يعني مش بتاعة طريق لعب مثلا او عدم تنظيم او 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 لكن اه في الاول في الاخر بنتلع بالغرض طالعين بالغرض لك انا كابتن اللي عايز احط يعني ايدي عليه الانتقاضات اللي بتعرض لها كابتن حسين او انت خمص انت اه انت اه انت اه انت ده كرسي كرسي والاباني ده اه انت بتاعة معا كتير لا لا بالكالب جد لا والله اصلا الموضوع مستفزني جدا ما انا حس هسألك والله ولا انت بتاع تابلو خالص الله خالص صوت مدية ناصر انا في القبة خالص با عيش رقم او عشر ها انت اكد يعني بس بقولك فنيا احنا كنا افضل فنيا احسن في الاول في الاخر انت طلعت برضه من الغرض من المباراة اه وهو ان انت تقدر تاخد بنت اه او النقطة تضيف لك ان انت تتا بشورك انت ممكن تقف من بشورك كله على نقطة فدي ممكن تكون سبب من ضمن ال اه هو نتائج اجابية بسرعة شايف الدغوطات اللي كانت على كابتن حسام اللي هي قبل بداية المشاركات بها الرسمية شايف دي دي ممكن اثرت شوية او كان فيه توطر في الرأي العام في العموم او مع كابتن حسام او مع اللعيبة حتى الكلام كان كتير شايف دي ممكن تكون اثرت نسبيا على اداء بص يا كابتن انا انا تعليقي سوى من كابتن حسام او من كابتن ابراهيم ان انت لما بتطلع ترد يبقى انت كده مركز برا فده دي دي انا ممكن اكون شايف من برا بص يا طبيعة بشر يعني برضو احنا انت عارف طبيعة لعبة الكورة بيتدايق برضو ومع الضغط ومع الجماهير والتشكيك والحاجات دي فطبيعة بتزعل فيها كابتن انا انا وخصوصا نوعية كابتن حسام او بريم انت عارف ما شاء الله وبسقطوش ده كده هم هديه ما بص يا كابتن هم يعني لازم يوصل انتوا مسكين منتخب مصر لازم يوصل ان محدش هيجتمع علي ولا على حضرتك ولا على كابتن ابراهيم وكابتن حسام وخصوصا بل اكتر ان محدش يعني اكتر الناس يعني فيه ناس عايزة تجربة ان الكابتن حسام ما ينجحش في التجربة الاغراض شخصية لتصفيد حسابات ده كل ده يا جماعة ده على حساب منتخب مصر لكن اه كابتن ابراهيم صدادة يعني دايما للتصرحات السلبية او اي حاجة توصل المنتخب لكن طول ما انت قافل على المنتخب بتاعك طول ما انت عندك لعيبة خبرات تقدر تقفل على المعاصقة بشكل كويس عشان كده كنا بناشت دايما صلاح واللعيبة الكبيرة يبقى ليها دور وده واضح يعني ده واضح ان كياد الصلاح واللعيبة الكبيرة وبين الحالة مع اللعيبة مع بعض عرفكم ومع الجهاز الفاني ووصل تعديل مفاهيم عند الكابتن حسام ان هما دول يقدروا يدفعوا عن هما دول الاساس هما دول الاساس وده اللي تكلمنا فيه قبل حتى ما نخش على البطولة او على التصفيات اتكلمنا قبل كده وتكلمنا بص كابتنه دايما اللي على البرة عوام يعني ممكن الكابتن حسام هو برة كان بيبقى فيه بعض التصريحات ليه على اللعيبة او على التغييرات او ليه وجهة نظر بس لما دخل جوه المطبخ الموضوع مختلف تماما وبدأت العلاقة بالمجموعة اللعيبة كلها ظهرت علاقة كابتن حسام بصلاح عاملة ازاي علاقة صلاح مع الفرقة عاملة ازاي قيمة صلاح داخل الفرقة من اللعيبة الكبيرة اللي موجودة الصغيرة قبل الكبيرة لقيمة جوه فالعلاقة انا مصحوب جدا بالعلاقة اللي بين كابتن حسام وصلاح ودي دا الدرجة ان فيه بعض الناس زعلانة ان العلاقة بتاقي بكويسة ما قالك لا دا صلاح رفض الخروج وجابولك شفت انا اللقطة دي شفتها اولا صلاح كل شوية الشرط ينزل فيرفح اه فيرفحها تاني بصلاح والله بجد انا عايز اقول للناس المعلومة دي يعني الفيديو دا منتشر قوي بص يا جماعة صلاح مكنش كان هيوخلوا يا جماعة عايزة لوك حاجة هاتوا المباراة من الاولها صلاح تقول الموتش صلاحة باربطها بستك كده بص يا جد انا دايما دايما ده اللي انا بتكلم فيه ان انت بتوصل طاقة صلبية المنتخب اللي عايز كابتن حسان يبشل واللي عايز صلاح ما يبعد علاقة غير جيدة واللي عايز يخش جوها المنتخب يفاركش الدنيا هيقولك ده صلاح رفض يطلع بص انا مبسوط ان انت انت لحزتها وده الحمد والفرق ان احنا لعبت كورة احنا لحزتها مختلفة خالص يعني انت قلت بص ايه كلش هتوقع طب انا هقولك عاق هو مش بيقوله يا كابتن هات لقطة الفاول كان فيه فاول في الاخر تمام؟ صلاح عايز يسمع كابتن حسان بيقوله ايه؟ ده عادي ما طبيعي لكن لو بقى والعلاقة متوترة بتاع انا مش هبصلك ولا لكن بص كابتن كابتن حسان مسطورة كابتن حسان مسطورة صلاح مسطورة فكيفية ده ده مكسب لمنتخبه كابتن ده انت يعني انا بكلمك ان انت هم هيعرفت عاملوا الزموعة بعض يعني انا هحترمك ازاي وانت هحدي كنتك ازاي ككابتن الفرقة ومحمد صلاح وانا هديك كابتن حسان وعلى فكرة مش عيب ان المدير الفني يروح يوقف مع اللعب ويندهله انت عايز تخرج عايز تبقى موجود شايف ايه؟ لان دايما نخد بالك احنا كلعيب انت عارف احنا جوه الملعب شايفين حاجات هو كابتن حسان ما ياخدش بقى له انا؟ ما هو اريد يا كابتن وانت لعيب خبراتي ازاي؟ ليك دور ازاي؟ انا فيه فترة من الفترات بتبقى دور لعيبة بتروح للجهاز الفني بتقول له مثلا انا فيه اتنين عليا فخلي مثلا ابراهيم سعيد مثلا يقرب مني فده عادي فكرة ما انت شفت قبل كده كيروش كان بيجيب محمد صلاح على الخط وايه هنعمل ايه حتى في الاكستراتايم ما بين الاكستراتايم هتلاقي كيروش بيتكلم مع صلاح وفيتوريا بيتكلم مع صلاح فده وضع طبيعي لكن الناس اللي عايزة تشوف ان صلاح رفض الخروب ده اكيد انت مش عايز مصلحة المنتجة لكن لو تسمع تصراحات ريزيجية كابتن الراجل قال لي محمد صلاح انت كويس يعني انت كويس تكمل فقال له وكي انا كويس تكمل ما هو طبيعي لكن انا ايه المشكلة اصلا مصطفى فتحي وقف على الخط وازاي يقف على الخط وهو ايه 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 يا جماعة انتو بتكلمو ازاي يعني عادي جدا العيبة وقف على الخط محمد صلاح كويس خلاص كويس كمل بقى ايه المشكلة مش لقى انا برضا عازل كان في النقاط دي اجماعة دايما احترامي لكل الجماهير يعني مش عشان قاطر العيب وقف على الخط يبقى لازم هينزل عادي ممكن انا في لحظة شايف ان صلاح بتادي فوق شايف احمد عادل كويس فمش لازم ان هو دلوقتي انا قومتك فيبقى خلاص هتنزل مش مش مكبر علي يعني يا كابتن اقول لحضرك على حاجة تانية مواقف من ضمن المواقف يعني ان انت في لعيب وقف على الخط انا هعمل تغييرة مثلا معينة اكلمك على مدير فني بقى هعمل تغييرة معينة ففي لعيب تصاب وقع طبيعي ان انا بقعده لان ما شوف اللاعب دوت انا ممكن يبقى فضل لي تغييرة ممكن ابدل سر دي باك عادي الرجل متعور فدي مواقف في الملعب ملهاش علاقة ان صلاح رفض التغيير ومصطفى فاتح ازاي اللي هو ماشي او طلع وهو ازاي يوقف على الخط لا اتعامل فني اتكلم فني هل كان صلاح في احتياج ان هو يطلع لا انا بقول لحضرك انا بقول لحضرك صلاح ممكن فعضة وقت ما يطلعش من ملع يعني ما بطلعش لان ليه دور يعني صلاح ليه دور وكان الكابتن حسين هارجع برده النقطة كان ممكن الكابتن حسين فبعضة وقت يقولك ايه المشكلة لما صلاح يتغير طب دلوقتي لا بقى صلاح دلوقتي انا لا وبعد كمان انت متأخر بهدف لازم صلاحي بي موجود وبس كابتن لما صلاح فعلا اتحرر وراح لمكانه هو ده مكان صلاح حافظه وكمته طلعت من هنا هو ممكن يقول لكابتن ايه اصل صلاح على اتنين او تلاتة ما هو طبيع ان صلاح يبقى عادي انا هيبقى عندي ان انا كمحمد صلاح ازاي حلول ان انا يعني افيد المنتخب من المكان ده وده مع ليه بربول يعني انت عاستك من انا كابتبراين ما هو صلاح مع ليه بربول ما بتلعبش عليه منتو من ما بيتقفلش عليه باتنين ما هو طبيعي لان هو اهم واحد في فريق اللي بربول وبرده صلاح بيعدي وبيخش الجوه وبيحط في البعيدة وهو ده الهدف اللي جاء محمد صلاح لكن اللي عايزين نتكلم فيه الايجابية ان الكابتن حسام غير طريقة اللعب فبقى لنا الافضلية لما ودى صلاح نحية اليمين صلاح يشتغل بشكل كويس ده اخل قلب الملعب قدر يسجل الهدف احنا ليه بقى ما نتكلمش انا مشوف الاستوديات التحليلية اتنزى علينا يا جماعة احنا جبنا اربعة بنت احنا جبنا اربعة بنت انتو ليه مش بتتكلموا بقى فني ومحترام يعني لعبة كبيرة وليها اسماءها والاستوديو كله رايح فيه حسام يوقف مصطفى فاتحي وازاي صلاح مسلا يعترد التغيير لا انت مفروض الشخصي دي كابتن حسام تبقى قوية يا جماعة متتكلموا فاني طب هو لانتو ما ذكرتوش ان زيزو لما راح نحية اليمين تغييرت اللي هو لما طالع محمد هاني وكابتن حسام لعب تلاتة ولعب اربعة وزيزو راح نحية اليمين فرق مع ده المنتخ فرق بشكل كويس ولو هتقول لي من احسن اللعبة كانت في المباراة دي هو زيزو كان هيل جدا ومفتاح لعب من ناحية اليمين وقدروا ان هما يختاركوا من المكان ده طب ليه ما نتكلمش في الحاجات دي دي احنا منشوف السلبيات اه في بارقة يا كابتن اللي مبانا بانتقض نقد هدام ونقد بناق نقد عارف اللي هو تلكيك ايوه تحميد يا كابتن اللي هو همدك طب ليه يا جماعة دي مصلحة منتخب مصطف ايه سبب ان ليه الحملة كده على كابتن حسام والناس علانة ولعيب عما تتكلم عليه وتقطع فيه ومش عاجبهم اي حاجة بص يا كابتن فيه وقت من الاوقات ممكن ناس تكون مستقطرة على كابتن حسام اللي هو موجود فيه وانا هقول له اقول له حضراك وبلا خيشة يعني ان من ضمن المسندة الجماهرية المسندة الجماهرية اللي شفناها في مباراة بوركينا هو تواجد كابتن حسام وتواجد كابتن ابراهيم ان هما يقدروا يمسكن منتخب لان قبل حضراك قبل ما نتكلم احنا قلنا ان كابتن حسام متولى ما سؤاله عن المنتخب مصر هو مطلب شعبي مطلب جماهيري مش مطلب اداري خالص فهنا ولازم احنا ليه دايما فيه تصريح لكابتن حلم طولان بيقولك اللجان الالكترونية اللجان الالكترونية اللجان الالكترونية طبعا احنا كابتن مش عايشين في الشارع يعني ومحنا عايشين في الشارع وسط الناس وبنشوف الناس ردود افعالها هي احنا من بعد كابتن حسن شاحت عميه مدير فني وطني. مدير فني وطني. صح. طب ليه لما هو انتو دايما بتسانده المدير فني اجنبي. طب انت بتدي كم للمدير فني. ها اسها بقى مديا وماليا. واحنا مش في حملة اساسا ان احنا تدي بقى امتين الف دولار. ان شاء الله مدير فني اغمي. لو بس هم حاجة الشعب المصري يفرح. اكتر انت دلوقتي. انا بكلمك مسلا مديا او ميزانية. بنتكلم في ميزانية. ها انت دلوقتي بتساند دايما المدير الفني الوطني. صح? وبتدي له امتين الف دولار. وحلو تلتمية الف دولار. وفي الاول وفي الاخر هو مدير الفني الاجنبي او عاز مصلحته. صح طبعا. في الاخر زي ما هيطلع يشتكيك وهيطلع طلبك بالمبلغ المادية وهيطلع 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 لانه رجل محترف. صح. فشل بقى نجح هو مش هيتحاسب. لكن انت دلوقتي لما يجي مدير فني وطني. بقيمة كابتن حسين. ليه ليه السنغال باليو سي سي داعم ده بقى له ثمان سنين مسج السنغال. صح. ليه وليد الركروكي مع المغرب ناجح. ليه جمال بالماضي مع الجزائر كان ناجح. عشان كل الناس بتساندوا. كل البلد كل وسائل الاعلام بتساندوا. انتوا ليه مستكترين على كابتن حسين انه هو ينجق يا جماعة ده ينجق عشان ملتخب مصر. وعلى فكرة وحق انا كابتن حسين فني. بنتكلم ن Haj Lowerlo Olympic Club. ان استدعاء اللاعبةج لها دي مجموعة اللاعبة كابتن حسين اللي موجودها معاك. ودي اللي انت مجموعة اللاعبات تقدر تكلمنا فيها قبل كده. صح. وكلمنا عن كابت ίν حسين قبل كده ان هي المفيش لعيبة في مصر. هما دول اللاعبه بس اللي في مصر انتقدنا كابتن حسين في التصريح. وبعد كده لما كابتن حسين بدأ يشتغل خلاص اه بعنده قناعة انه هم مجموعة هما دول. ما مافيش غير دول. ودول انا بقول له كابتن لما تكلمنا عالعمر جابر ان هو ينضم. تكلمنا عالعمر جابر ان هو ينضم. واتكلمنا على شحات. وتكلمنا على شحات. لازم يبقى لي دور في الفترة لديها. وتكلمنا ان عمر كمار ممكن نتكلم يا. بقى لي دور. بس انت ما استادعتوش. ما كل ده بنتكلم فيه سلب. كل ده لتصالح المنتخد. وقدرت ام برد بوركين ان انت تعتمد على عمر كمار. صح. فوارد ده كابتن ان انت دلوقتي بنطلع نتكلم فني بنطلع نتكلم في الكورة لكن ما فيش حسابات شخصية ما نخدش حسابات شخصية على 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 حساب منتخب مصر فهو ده اللي انا نتكلم فيه بمناسبة الكلام على عمر كاميل عبدالله 1 شاف ان هو مظلوم هو ممكن بوجهة نظري للجهاز الفني هو لسه دوره مجيش يعني ولسه دوره او ممكن ما تقدرش تحدد له مركز سواء كان اساسي بطارات كديرة جدا مع المنتخب يعني مع المنتخب بس مع وجود كابتن حسام ان هو اكبر على استدعائه في غياب فتوح دي برضو هل عمر كاميل متوظف هل هو يعني اكبر كناحة جمهرية يعني لا اكبر ان هو اقرب واحد ان هو يبقى موجود في المكان ده زي ما انكلمت معك قبل كده كابتن بقى بس انا بتكلم في العمو شايف ان المشاكل اللي كانت موجودة ما بينه ما بينه عمر كاميل بعد لسه برضو مأثرة شواء انا بشوف ان دي كابتن حسام عبدالله في نفسه ان هو لو عنده مشكلة شخصية مع لعب مش هتبع على حساب المنتخب انا اتبسطت جدا على ان نحسبها اتبسطت جدا انا مع فاك اخد بقى انا بتكلم عادي انا اتبسطت جدا استدعائه لعمر كمان حلو جدا ايه فا ازاي بقى عندك محمد هيني وتخرجه وما تنزلش عمر كمان انت فهمها اصدت جدا انا بكلمك بنبض الشارع تمام انا معاك هو ممكن هنا مش عايز يخسر تغييره ان هو بلعب زيزو وبضيف واحد في الناحية الهجومية يعني عايز يعتمد على زيزو انا هنا ممكن اشوف ان هو انت اضغير لعب بلعب لا ما انا ممكن ارجع زيزو واضيف واحد في الناحية الهجومية ان هو يبع عنده اضيف فرود مسلا واضيف طرف ملعب امام عشور عنده النزع الهجومية ما دي برضو وجهة نظر جهاز شايف ان هو ممكن يعتمد على زيزو في المركز ده في الفترات اللي جاية انا اعتقد ان الكابتن حسين الفترة اللي جاية هيميل للطريقة دي 3-4-3 او 3-5-2 التحرر صلاح هو صلاح هنا اللي هيقدر يتحكملك هل صلاح بتلاقيه ان هو يبقى فروت تاني هيقولك 3-5-2 هل صلاح ان هو بيقدر عطرف الملعب بيقدر يضيفلك يبقى ممكن تلعب 3-4-3 لكن انا من المباركة دي الطريقة الانسب مع مجموعة اللي معاك مع مجموعة اللي معاك ممكن زيزو يبقى ليه دور في المكان ده ممكن ممكن عمر كمال ليه دور في المكان ده لكن انا بشوف لو كابتن حسين ولا كابتن ابراهيم عندهم مشكلة مع عمر كمال ما كانش جابهم الاول لكن حتة اشراك او عدم اشراكه دي رؤية فنية داخل المرأة لكن انا ابسطت جدا من ان كابتن حسين خلاص المصلحة العامة بتقول ايه المصلحة الشخصية بتقول ايه المنتخب استدعى عمر كمال للمنتخب خلاص قفل صفحة ان انا في مشكلة بيني وبين عمر كمال لان كابتن وانت ماسك فرقة غير ان انت ماسك منتخب موضوع مختلف قعدة بتبقى عندك كبيرة جدا كل الباب مفتوح لكل اللعيبة في مصر وانا بشوف مع الكابتن حسين هتلاقي وجوه جديدة في المنتخب وده اللي بقانا كتير او مشكلة سانا انا عايزك يعني في النقطة الكابتن حسين والكادفة مش عايزوا يستعجل ان هو يظهر وجوه جديدة دلوقتي يعني واحدة واحدة بالراح عليهم يعني بالراح عليهم لان انا باعتبر انا باعتبر ان قوفة يعني برضو خد بالك سلاحظوا حدين ان انت ممكن تلعيب تخسره تنزل تخسره نفسيا ومعنى هو ما يتحملش لكن لما بيلعب في اجواء يعني انا مسلا عندي قوفة يلعب في مصر ويلعب مسلا والدنيا مرتاح عشر دقايق ربع ساعة يبتدي افام قصدي يبتدي اخد سكة وده اللي اخد بالك احنا كنا اتعامل معانا حسين انا مسلاك ملعبش على طول ده طبيعي كابتن ان انت برضو محتاج ان القوفة يتمرم بشكل كبير مع المجموعة دي صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد هينقلوا ليهم الخبرات انا حسيت قوفة ان هو اعرف في صدمة فقانا عليها كابتن في احتكاكاته اه تحس ان هو اعرف مش مصدق هو برضو كابتن يعتبر يعني تاني تاني مبرالي لكن لسه الاجواء بالنسبة له مش مش احسن حاجة وده بان ان هو اوما نزل خد انذار اندفعاته بشكل جامد وتوتره كان ممكن ياخد الانذار التاني فدي حاجات هيكتسبها معلوات لكن مهم جدا كابتن حسامي اختار التوقيت المناسب عشان كده اتكلمنا ان محمد شريف كان يبقى ليه الافضلية انه كان الاداية يبقى احسن من كده هيبقى بتحمل الضغوط عنده خبرات كبيرة ان هو قدر يتعامل رجله رجله في الملعب بشكل كبير عشان كده ممكن التغييره دي اللي تكون لو انت مدير فن منتخب مصر تتعامل ازاي مع عمر مرموش؟ مرموش تواجده في المنتخب من بعد العملية وكان طلعنا تكلمنا ان كان تواجده كان يبقى مهمة لو فيه حتى ما بعد العملية انا اتفاجئت ان هو موجود في التدريبات قبل مباراة بوركينا دي حاجة برضه اسعدتني جدا اضافة يعني اضافة للمنتخب في زل تواجد المجموعة الموجودة انت كابتن هنا محتاج كل لعيب يبقى موجود محترفين بيفرقوا بشكل كبير مع المنتخب وخصوصا انت تشوفها كابتن دولتي بوركينا محترف منها قد ايه غنيا محترف منها كام لاعب المنتخبات يعني الموضوع عادي عادي؟ لا عادي بس كابتن انا اتكلمتها مع ذلك قبل كده ان فيه حاجات ممكن انا من الحكمة ان انا اعمل نفسي مشوخة بالي يعني مش ضعف انا اتكلمش ضعف او ان انت تقدر تشد على كابتن ابراهيم في وقت من اوقات كابتن ابراهيم مثلا خارج عن النص او 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 انا ممكن اعمل نفسي مشوخة بالي او هي الحكمة بتقول كده يعني مش هوقف عنده كل موقف على حساب المنتخب لان اللعيبة دي لعيبة مؤثرة لكن كيفية تعامل اللعيبة دي بقى مع الموقف او مع كابتن ابراهيم مثلا هو الملم بالشؤون الادارية مثلا او باستدعاءات اللعيبة او 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 دي بترجع له هو ممكن كابتن في حاجات في الغرف المغلقة زي ما حصل مع امام عشور ما بعد مباراة بركينا الاوضاع بتبقى بتتحسن لكن لو كل نقطة هنقف عن ده مش هنخلص المنتخب بقى مخترق المنتخب بقى مخترق له فده النورة كل التصريحات وكل الكلام والمنتخب مش هقفل على نفسه والكابتن حسام مش هقفل على المنتخب والصدادة دايما اللي هو كابتن ابراهيم اي طاقة سلبية هتخش المنتخب بيبقى صدادة قوية لها اعتقد ان الامور هتبقى في افضل حاليا شايف بعد النتائج اللي جباية دي المكسب والتعادل شايف الامور هتبقى اهدى شوية لكابتن حسام ويخرج برد الدغوطات والتوتر اللي كان موجود في الفترة الاخيرة خصوة كمان بعد اندمام سلاحه ومشاركته اه اعتقد ان يعني اول مباراة فيه وقت انت بتلعب في مارس الفين خمسة وعشرين فعندك فترة كبيرة جدا كابتن حسامي هو حتى يهدى شوية يهدى بشكل كبير العلاقة حتى مع اللعيبة بانت مبعد المباراتين لكن مش عايز الكابتن حسام دايما يطلع يرد بتصريحه يعني دايما نقفل عنه الكلام عليه مستفز بكيلك بالأمامة ويهدى دا انت هو اول ما ايضا انا عايز ارد على الناس يا انا مؤزة ربان اعلم اتكلمنا ازيك عليه ضغوط كبيرة جدا عليه قبيرة جدا وعليه هو شخصيا وعسوان على أن أنت مدير فني منتخب مصر مسؤولية عليك كبيرة جدا لا الدغوطات كبيرة بس دايما اللي هي تجنبه الشبوهات اللي هو دايما الدنيا مش متفكة على حد أنا بتجنب التصريحات لازم يعني هل التصريحات اللي بتتلع ديهم عشان عارفين كابتن حسام وكابتن إبراهيم يستفز بسرعة فبتبقى مقصودة مقصودة التصريحات دي عشان كده كابتن أقول لك أنت قصد تستفزني تستفزني التصريح فأنا مش هطلع رد لكن لو أنا طلعت رديت هبقى أنا مركز يقولك بس دا عمل ايه دا بس اه دا تغيرة دا مش هعرف صراحة فدي يطلع دا مش عارفة لكابتن حسام لعب بطريقة غلط فكل دا بيوصله فأنا هطلع رد يبقى أنا كده مركز بس الطبيعي مسلا ما يجي لتكلم مسلا على كابتن حسام وكابتن أبراهيم يتكلم فني بكورة زي ما أنا قلت مسلا ما كان شي ناف كان المفهود لعب الشنوي ما يلعبش الشنوي لعب مصطفى شبدا عادي اتكلمنا اه اتكلمنا اولي يلعب الشنوي كان قوفا كان محمد شريف فدا عادي طبيعي الحاجات اللي هي العادية دي كابتن حسام يسمحها ويتكبلها هيتكبلها لكن ما تقولش مسلا ايه اصل صراحة رفض التغيير اصل صراحة مسلا في مشكلة بينه بين الكابتن حسام اصل طريقة اللعب مش مناسبة مع المجموعة اللي هاصل هي موجود اصل كابتن حسام وقف على الخط مجدود وعمل يمثل ويعمل ايده كده اه مش حلو بسراحة يا جماعة انتو كابتن حسام مدير فانتي متخب بيته مسلا برضو من تصريحاته برضو كابتن ردع بعيل انت تقص ساعة قالك قالك كابتن حسام حسام بقى جباية يعني بمعناها يعني بقى خواف بيسخنوا يعني ففظيع برضو عارف انت اللي هو بيسخنوا يعني بص كابتن اه يعني مع احترامل تصوحة هو تاني بيسخن برضو خد بالك ربنا ان شاء الله كابتن حسام وقف كتا ربنا اهدي ومدير اتبقى لا يعني او لا مشكلة كابتن حسام وكابتن براهيم يعني انا رفض نظري كابتن براهيم حسن لا دب انت خدت بالك كابتن براهيم حسن في الواد اللي كان طالع ماشي من الملعب والواد اللي فيه فيه التلات تغييرات كانوا هينزلوا فكابتن براهيم عايز يشد الواد عايز يقول له انجلس فانا لازم 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 كابتن حبراهيم وكابتن حسام ياخدوا مجارب ملكة بسلسة شوية ياخدوا مجارب ملكة يتعاملوا مع الاشخاص دي لا لا انسا هو انا بقول لكابتن الرضا الاحسن يعني متشوفهم شو غراء هو عمان يستفيزهم لا يعني الاحسن لما كابتن ابراهيم لو قابلوه في مكان الاحسن انت يا كابتر ده مع كابتر رضا هو حول ما يتقابلش معا اه انت هم مشين من انت وهتعملش في اي مناسبة اللي حالي اه يعني ده صعب هم بيعزروي فيه تصريح عايزك بصراحة تصريح دايق ان انا يعني وزهر من حد انا بحبه شخصيا وهو كابتن حلم وطلال ده كابتن حلم وطلال بيتكلم ان حسن ابراهيم عندهم لجانة الالكترونية وهي السبب في توليهم قيادة المنتخب حسن حسن ما بيعافش يتكلم الكرة علم ودراسة روح ايه بس كلام الروح ده دي حقعد ده شفت صراحة لا انا سمعته برضو كابتن حلمي يعني قيمة كبيرة وكلامك يا كابتن حلمي من الناس اللي هي من الناس بتاخد بي ومن الناس انت الخبرات على مستوى التدريب او 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 لكن ان ان انت تطلع تقول ان ان كابتن حسام مثلا بيتقال لك اقول له نصايح مثلا او اقول له يشتغل ازاي اقول لك انا وديش نصايح لحد انا اسمعت جد دايقت يعني زعلت زعلت لان برضو في الاول في الاخر انت برضو لو في مدير فني انت كابتن حلمي طلون هيطلع لاي مدير فني لاي مدير فني انت مش تيبالع على نفسك يعني مش تيبالع على نفسك لو انت مسك مدير فني فرقة وشوفت مثلا السين من الناس احمد عادل لا مديش نصايح لكابتن حلمي طب ليه يعني ليه الجاب اللي هو يبقى موجود وخصوصا انا برضو اقول لكابتن حسام هو مسك منطخب مصر هو مش مسك مثلا فرقة مش فرقاته وهو عامل فرقة مع نفسه ومسكها لا دي حاجات تزعل لان كابتن في ناس في مصر او او ناس قيم في مصر مهم جدا تصريحاتهم تبقى اجامية انا تخضيت لا انا تخضيت لان وفيه كم كبير جدا من الجماهير بيحبوا كابتن حلمي طبعا بصراحة انا بنقدر انا تصريح لا مش مدي نصايح طبعا كابتن انت بتقول ايه لكابتن حسام ان هو منتماسك منتخب مصر او ناسا في المباراة لا مدلهوش نصايح طب ليه هنا بقى يا كابتن ده انا بكلم حضارك عليه انا اكتر واحد كنت مختلف مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم في الفترات كتيرة جدا طبيعي يا كابتن بس خلاص دلوقتي دلوقتي الموضوع او ممكن نختلف وجهات نظر او كان اختلاف معه وكان فيه ما بينه وما بينه دوشة غير طبيعية بس في الاول اخر جاي ماسك منتخب مصر خلاص خلاص بقى اركن ده على جنب كده لا تعال دي بقى كابتن انا بقول لحضارك انا عندي مشكلة مع كابتن حسام كانت من مثلا من عشر سنين اه لا انا دلوقتي اطلع عادة اخبط في كابتن حسام مش صحي طب ليه طب ليه طب ليه طب ليه كل الكلام ده احنا عايزين بنقول او انا بندعم تجربة كابتن حسام وده منتخب مصر ومصلحة ان انت توصل كاسح عالم انت تدور ازاي تاخد بطولة افريقيا عشان كده كابتن انا بقول لك اي مدير فني اجنابي بيمسك هتلاقي كل الاعلام وراه كل المدربين الكبار وراه لكن ما تجربة لكابتن حسام حسن لا ازاي كابتن حسام يمسك المنتخب رغم ان اعافيك التجربة بتاعت كابتن حسام وابراهيم دي جات بعد كم سنة تتكلمت 14 سنة كابتن حسن شحاتة من 2010 كابتن حسن شحاتة تحارب لحد دلوقتي في ناس بتشكك يقول لك حظ ومش حظ ليه كابتن انا بقول لك من بعد 2010 كابتن حسن شحاتة تحارب وكان في اكتر من ولاية لمدير فني اجنبي كان برضو لها مصالح شخصية ان كابتن حسن شحاتة كان برضو من 10 سنين 2014 والرجل الناس ما تعرفش كابتن حسن كان عقده ينتهي في 2014 في 2014 والرجل تنازل عن مستحقاته هو في مدير فني هيعمل كده اجنبي لا الرجل هيروح يشتكيك في الفيفا وهيروح ياخد فلوسه وهو حق رجل على رجل لكن لما بتعمل عقد مع كابتن حسن شحاتة لحد 2014 وبعد كده خلاص يا كابتن حسن انت مهمتك انتهي يا جماعة بالتعاقد لا تعاقد كده تمام ورجل تنازل عن مستحقاته لصالح منتخب مصر ولصالح المسؤولين عن الرياضة في مصر احنا ليه اي مدير فني اجنبي بندعمه وتلاقي الاعلام كله وراه وتلاقي كل المدررين بين الكبار وراه ويجي مثلا مع مدير فني وطني وبالناشط بشكل كبير جدا وانا بقول انها اتأخرت جدا ان الكابتن حسن يتولى مسك الكابتن حسن بدري كنا بندعمه مسك كابتن اهاب جلال وكنا بندعمه احنا بنستنشأ ان ما يبقاش كابتن حسن بس يمسك المنتخب ما تعمله كوادر لمنتخب مصر يعمله كوادر للمنتخبات اللي تحت يعني سعيد جدا بتجارة مسلا شيتوس مع المنتخب الفين وخمسة انت كانت تعمل كوادر انا عندي مشكلة مع شيتوس اختلف او اتفق معاه لكن المستحب بتقول ايه بس سعب بتقول منتخب مصر ان انا بحضر كوادر انها تقدر تبقى موجودة بعد كده منتخب مصر سريعا كده مسألك سؤالينا على الاهل والزمالك وعايز اشوف ردك ايه شايف موضوع الشناوي وشو بير ايه بقى مش ازاي تتوقعك يعني بالاول اخر هو الجهاز فني هو للرؤية الفنية وللتعامل شايف التعامل ده هتعامل انت كمدير فني تعملي في الموقف ده انا بتشوف ان الامور صعبة هتبقى متصعبة جدا على مستر كولر لكن اللي هيحسم الامور شخصية مستر كولر توقعي ان هو شخصية قوية وهنا كنت لما بنقول مثلا مصطفى الشو بير عشان النقطة دي حسسة جدا انا بنقول مصطفى الشو بير ما يقللش من قيمة محمد الشناوي اللي اتنين اقوى من بعد الله ينور عليك ده حارس جامد ده حارس جامد وده حارس جامد بس ده حارس جاي وكويس وهنقدر نتعامل معه ازاي وان ان انت ارجع محمد الشناوي الدنيا اتقلبت يا جماعة هوا في ايه والشناوي ده مثلا نسا كان وقف في حراسة المرمى اول امبارح ده الراجل عنده تاريخ وعنده رصيد وعنده مخزون وعنده 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 وان هو ارجعه طبيعي يرجع لكن احنا لما بنقول مصطفى الشو بير بنقول التوئيد ده محتاج مثلا مصطفى الشو بير واتكلمنا فيه لكن اتكلمنا برضه كبت لما كان معاه كبتن وقل قلت لك مش هيغير الراجل يعني في المباراة اللي هناك غينية كبت حسنا مش هيغير صعب عالمديري فني صعب عالمديري فني ما هو ده مركز صعب جدا ان اي مدير فني يقدر يتعامل معاه وخصوصا مصطفى الشو بير كان مفني بشكل كويس هنا قوة شخصية كولر عشان ما نخرجش برا الموضوع اعتقد اعتقد ان مصطفى الشو بير هو اللي هيبقى ليه طيب لو شناوي هو اللي هيبقى هيروح يقول ايه المصطفى شو بايه بزا كبت موضوع صعب جدا انا امو برني ان انا مدير فني اروح انا انا الموضوع جدت مستني ايو انت كان عندك لعيب اساسي حرس مرمى اساسي واخد معاك دور الابطال ومتقلك وماشي معاك هتجي تركنعني ازاي وعايز اكسبه هتجي تركنعني ازاي ما انا بقولك هو انا عندي حسابات ان انا برضو عايز اكسبه حال الصغير مستقبل النادي الاهلي كمان عشر سنين ان هو هيبقى موجود بتكلم مصطفى شو بير اربع عشر سنة يعود يلعب عشر سنين ما شاء الله بنحفظه لو سليم برضو اتعملت اعز ازاي اعز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف حتى لو هي هياخد قرار مثلا مصطفى شو بير هتكنع ازاي انا اقولك بصراحة بصراحة هيسبب له مشكلة فط اللبس وهنا انا بتكلم فير بتكلم بصراحة انا هيحصل مشكلة ان شو بير حارس كبير انا لعبت في المنتخب انا لعبت في المنتخب انا جاهز انا انا اعادت وانا مصاب ما اعادتش فنيا الرجل اللي اركب عليا بس انا جاي برضو بقيت اعود تقول انتو مفروض تسندوني انتو مفروض تدعموني انتو مفروض انتو نسيتو كل اللي انا عمد طبيعي كل ده هيتقال في الغرة في المغلق هنا بقى انتو مفروض تسند ملك والله اعادي مفيش حد بيزعب انا الموضوع ده بقالي فترة انا عمالك عايز اعرف التركيبة مستر كولر هيتعامل معه ازاي ان الموضوع صعب قوي بص هيحصل تدخل مكابت الخطيب ده مليار في المية انا اتوقع كده هيحصل تدخل مع الشناوي لو مصطفى شو بير خد هيحصل تدخل مع الكابت الخطيب لتهديئة الامور مع الشناوي لان الشناوي بص يا كابتن انا كابتن الفرقة وانا كبير وانا الللم وانا وانا بس هيجي وقت 23 اربعة خمسة وقلت انا الكلام ده بكل صراحة الحالة اللي فاتت هيحصل ما لو وقت طول وان الشناوي مثلا قاعد ومصطفى شو بير ماشي كويس هيحصل مشكلة هيحصل مشكلة لان انت جيت علي وعلى ان انا راجع وان انا قادر وان انا لسه وقف على رجلي وان انا قاعد وانا مصاب فهنا هتحصل مشكلة ممكن اعتقد ان في حلول بس مش عايز اقولها احنا نمشي احنا نمشي الحلول احنا نمشي شايف الزمالك بعد العودة للدورة هيبقى امورها تبقى ماشية ازاي بس انا انا برضو اه نادي الزمالك بيعاني بيعاني اه نادي الزمالك بيعاني برضو كوالة اللعيبة مش هي اللي تقدر تنفس الطويل لان انت مهم جدا يبقى عندك اللي برز هي اللي جوه نادي الزمالك ما عندوش الكلام ده نادي الزمالك عندو 14 او 15 لعيب وخمس عناصر هم المهمين قلنا اه والكوام الاساسي بتاعهم خمسة يعني خمسة ان انت تقدر تغير عليهم محتاج لعيبة محتاج لعيبة تكلمنا قبل كده الناس زمالك ان انت خلاص خد تكون في ضراليا مهم ان انت تبني عليها لانك هات تنسهل ان انت تحقق نجاح لكن صعب تحافظ عليه ان انت توصل للكمة ممكن اصعب لكن الاصعب ان انت تحافظ ودي اللي نجح فيها النادي الاهلي بشكل كبير على مدار 20 سنة ان انت قادر تحافظ على الكمة اللي انت وصلت له ممكن بتقول لقاء تروح منك لكن الاربعة التانين لا ودي اللي النادي الاهلي على مدار 20 سنة بعد 2004 النادي الاهلي كل افريقيا في النهائي بياخد يا بيروح حتى لو في عطا تعطيلها في سنة بتروح منك لكن بترجع تاني تاخدها سنتين فهنا النادي الاهلي محافظ محافظ عشان دايما عنده قوام اساسي بيبني عليه دايما فيه سياسة داخل النادي ودي اللي اشدنا بيها بعض الاوقات على مجلس داوة ناس الزمالك لكن كانوا بيواجهوا حتة وقف القيد ما اثر عليهم بشكل كبير مشكلة طبعا ميزانية مالية ما تقدرش تساعد نادي الزمالك انه يبع عنده 25 لعب ان هم يقدروا يدوا دفعة او يحافظوا على كونفدرالي مثلا ان اللي جابوها او يحافظوا انه يجبوا فدرالي كده يقولك نادي الزمالك بفترة اللي جاء هيعاني لانه ما عندوش الاسكواد الكامل 25 اللاعب اللي انت يخلي نفسك طويل عشان كنا الزمالك يعاني شايف العودة للحرس القديم زي ما بيتال كده ابن شرقي كلام فيه ابن شرقي فيه فرجاني ساسي مصطفى فتحي جنش خلاص بقى يعني كل ده خلاص انا مش هفضل عشر سنين ابن شرقي انا مش هفضل سبع سنين هو لعيبة لعيبة كويسة جدا بس خلاص كانوا موجودين طب انت الليتنا في مصدي مهدي برضو كبتن اداريا انت مقدرتش طبعا انا مش مش كبتن دايما انا مش هفل ان ده طريق صح لا طبعا انا بنشاري لعيب كويس اه بس هل المرحلة محتاجة بس عبدالله سعيد كويس جدا بس هل المرحلة محتاجة اه ساسي لعيب كويس قوي بس هل المرحلة محتاجة هل انت تتحمل فلوسه لان هو الرجل بياخد شعارف كم مليون امتين الف دولار بس لكم من كده مياخد في الوقت اللي كان موجود في ناس زمالك كانوا بياخدوا الفلوس براحتهم بتاعتهم حقهم بس كان ادأهم عالي هل انت متابع الاداء بتاعهم ما هو بس يا كبتن انا انا اللي اfacing لين عميل السبوت عليهم في الاداء في النتائج انا برضو برضو هل انا فرجاني اللي هو من سبع سنين هل انا بن شارقي اللي هو من خمس سنين نا طبعا هذه الحلاص انني جمعة طب انا ايجيب لعب مثلا بمتين تلتمئة الف دولار علي معلوه الكبتن ايوم جيل نادي الاهلي كان بيمتين مzewات الف دولار وعمل مائة الف دولار وفضل قد ايه مع النديل هالي حد ما وصل ما شاء الله. مو تيها با هول اللعب الزمهك عفلك متقلق مع اوغان ده عففل معاك ان انا اللعب شو بيه. لا هو الاول اقول لها عدد اوشي ناوي. مموس. للا شاكلين واحد شاكل. بوسك اكتن. اخر الكلام اه. لا لا هلعب مصطفى شو بيه. وانا بقول مصطفى شو بيه. هلعب مصطفى شو بيه. اخر حاجة قبل مقافل. مصطفى شو بيه. وانا مصطفى شو روي. نورتني دايما وسعد باللقاء معك. والله وحلقة ممتعة معك وجد. حبيبا يا كابتن ربي لها. حاجة قبل مصطفى شو بيه هلعب. لأ اختلف معي المره اللي فاتت. اه. تمام. ما قلتولوش ان هو هيلعب قال لي مصطفى شو بيه ايه. هجوبو لك جد. حبيبا كابتن. دايما بسعد ملحلقات اللي بستمتها. حبيبا كابتن. انكلة. حبيبا كابتن. المسام في حلقة جديدة تحياتي لكم بسبعة الاخير من دراهم سعيد.